اشتركوا في القناة بفوز النادي الاهلي بثلاثية وكمان عندنا بكرة مباراة مهمة طبعاً أفلنا خلاص المباراة الأفريقية بكرة إن شاء الله هنفتح بقى مباراة الدوري العام البطولة المحببة للنادي الاهلي صاحب الأرقام القياسية فيها على مدار تاريخه وبكرة إن شاء الله عندنا مباراة مهمة وصعبة ولعبت النادي الاهلي مركزة وجازل فني علشان إن شاء الله بكرة عندنا مباراة أمام غزل المحلة وأيضاً في الجزء الأخير هيكون أيضا عندنا أيمن جلبرتو عندنا بقى تحليل أيضا فني مواجهات الأهل الأفريقية وهنشوف بقى لقرع بكرة إن شاء الله قرع الدوري أبطال أفريقيا وصعود النادي الأهلي لدوري الثمانية ويطرى مين كله بقى كله هيتنبأ يطرى الرجاء يطرى الوداد يطرى الترجي وإن شاء الله ربنا يختار لنا إحنا دايما الأفضل وهيكون معانا أيضا الأستاذ عبدالحكيمة وعالم النقد الرياضي هيكون النهاردة صهرة كروية مع حضراتكم وهيكون أيضا عندنا أخبار حصرية علشان تفضلوا معانا دايما في الأهلي في رمضان في البداية برحب بزميلي مش ضيفي بقى النهاردة يا زميلي العزيز المتقلق دائما صاحب الأخبار والحصريات والنهاردة هيكون في حوارنا النهاردة هسأله علشان جايب معلومات النهاردة وحصريات كتيرة وكمان عن الدوري السوبر الأفريقي إن شاء الله النادي الأهلي هشترك فيه في شهر عشرة القادمة بطولة مهمة جدا برحب بضيفي أو بي زميلي العزيز محمد سعيد مساء الفل يا كابتون سامة إزاي حضرتك وإزاي طبعا كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان تحياتنا لكل المشاهدين في كل مكان جماهير النادي الأهلي العظيمة طبعا كل سنة وانتو طيبين رمضان كريم الأيام الحلوة بتجري بسرعة وممكن خلاص احنا داخلين في منتصف الشهر الكريم لكن دائما شهر رمضان شهر البركة والخير وبإذن الله كمان هيحمل الخير والبركة لجمهور النادي الأهلي والجماهير القرى المصرية خلال الفترة اللي جاية زي ما قالت كابتون سامة حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا وفيها كواليس مهمة وأخبار مش هتسمعوها في أي حتة إلا من خلال شاشة قناة الأهلي وكمان ضيوفنا النهاردة زي ما قالت كابتون سامة ضيوف مميزين فقرة التحليل الفني مع الكابتون رمضان السيد وفقرة النقد الرياضي والصحافة والإعلام مع الزميلين العزيزين الأستاذ عبد الحاكم أبو عالم والأستاذ أيمن جيل بيرتو هنتكلم زي ما قلت كابتون سامة أرعي دور أبطال إفريقيا بكرة الجديد بالنسبة للساحة الإفريقية كمان هنتكلم على نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة وكيف يستعد خلال الفترة القادمة لكن أكيد النهاردة فيه كواليس وأخبار مهمة جدا كابتون سامة بطبعا يعني أكيد اتكلم على دور السوبر الإفريقي وممكن الموضوع ده تحديدا فتح مجال وأسئلة كتير قوي خلال الساعات الأخيرة لكن قبل ما نتكلم في أي تفاصيل عايزين نتكلم عن جمهور الأهلي كابتون سامة ودي البداية بتاعت برنامجنا النهاردة شفنا الشكل الحل والشكل الرائع اللي ظهر فيه جمهور النادي الأهلي في مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني والحمد لله سعيد ده كان يعتبر اللعب رقم واحد يعني شفنا استاذ القاهرة ومشوفناش اللقطات دي من زمان كنا دايما بنقول نفسنا جمهور النادي الأهلي يكون موجود في الملعب كنا آه بنشكر ربطة الأندية اللي كانت في الدورة الممتاز كانت دي البداية خمس تلاف لكن عايزين الشكل وان شاء الله تكون هي دي البداية ودايما جمهور النادي الأهلي بيرسم الطريق رسم الطريق في مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني بالالتزام بالتشجيع بالروح الرياضية بالالتزام في الدخول في الخروج وشفنا ملحمة رياضية قروية عظيمة جدا شفنا جمهور النادي الأهلي محمد اللي رايح استاد الكاهرة فتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرا وشفنا أعداد كبيرة احنا شافين في اللقطات وفي الصور جمهور النادي الأهلي والناس واخد الأكل معاها واخدين المية واخدين العصير علشان يفطروا شفنا الناس وهي في ممرات الاستاد وهم بيصلوا للمغرب وبيصلوا لعيشة وتحس إن كارنفال رياضي عظيم علشان كده النادي الأهلي كان كابتن محمود الخطيب ومجلس دارة النادي الأهلي شفنا بيان سريع بعد المباراة ونادي الأهلي بيشكر الدولة المصرية بكل مؤسساتها اللي اشتغلوا على اليوم الرائع والحلو ده إنه يخرج بالشكل العظيم ده سواء وزارة الداخلية سواء وزارة النقل سواء وزارة الصحة سواء الشباب العظيم والراعي اللي شفناه في تسكرتي اللي بيسهل على جمهور النادي الأهلي الدخول والخروج ما شفناش مشكلة واحدة في عدد كبير جدا وعايز زعف كمان عند جمهور النادي الأهلي إنه هو ده جمهور الكرة الحقيقي اللي كان بيشجع من أول ديئة لآخر ديئة وكنا بنقول هنا في قناة النادي الأهلي كنا ليلة المباراة كنت يعني من حصن الحظ كنت برضو بنفس الحالة مع زميل محمد سعيد قلنا جمهور النادي الأهلي لو الفوز تأخر عايزين برضو نفضل على نفس حماسنا طوال التسعين دي وده فعلا اللي حصل وجمهور النادي الأهلي دايما ما بيحتاجش مناشدات وعلشان كده شفنا الشكل الرائع والحلو ده عايزين نحكي عن اليوم ده أكتر محمد خاصة أكيد أنت كنت واحد من جمهور النادي الأهلي في الأستاذ واللي حضر وراح وعشت التجربة الحلوة دي أكيد المشهد ده يمكن للأسف على مدار أكتر من عشر سنين ما عشناهوش في أستاذ القاهرة يعني آخر مرة شفت المشهد ده كان في 2014 نهائي الكنفدرالية الإفريقية أمام سي سبور بطل القد فور وفوز الأهلي بهدف فيه اللحظات الأخيرة لأعماد متعب أنا كنت متوقع أن الأستاذ هيكون كامل العدد متوقعت حتى رغم الإعلانة عن أن الساعة الجمهورية هتكون خمسين ألف متفرج ولكن أنا واثق أن الأمن مجرد ما يشوف أن فيه أكتر من خمسين ألف وستين ألف الأستاذ كلها هيتميله وبالفعل ما كانش فيه غلطة واحدة ما كانش فيه خطأ واحد ممكن تقول عليه فيه شكل المدرجات فيه الكردور وانتداخل للملعب سواء في الدرجة التالتة شمال التالتة المين المقصورة الدرجة التانية صالة قبار الزوار الدرجة الأولى كل جزئية شايف كل واحد معه الفان اي دي بتاعه نظام معه التذكرة داخل حتى الناس يعني الابتسامة الحلوة للواقف العام للواقف على الباب فيه نقطة فيه نقطة كمانة كابتون أساوي بص على وجوه الشباب يعني تقدر تقول مثلا دول أعمار سنية مثلا من حوالي 18 ل 23 أو 24 سنة لو رجعت عشر سنين ومرأ كل دول كانوا لسه أطفال ما حضروش فلما شافوا تاريخ الأهلي وشافوا مبرايات الأهلي وحتى كمان زور قدرات الخاصة برضو زور قدرات الخاصة وزور همم يعني موجودين كمان الناس عايزة اللي شافته عن الأهلي في السنين اللي فاتت عايزة تشوفه بقى على أرض الواقع في أستاذ القاهرة عشان كده أنا أنا ركزت في الوجوه ليه كلهم شاب صغير ما حضرش من عشر سنين المشهد ده فكان نفسهم يقرروا نفس المشهد وبالفعل العنوان ده نقدر نقول عليه عائلة الأهلي عائلة الأهلي اتجمعت في أستاذ القاهرة في حب النادي الأهلي عايزة تدخلنا في الصورة أكتر جمهور النادي الأهلي مع بداية التسخين الشكل كان عامل إزاي والتشجيع كان عامل إزاي انت عارف المشهد بتاع نزول عم حرس أيوة يا سلام أول ما بينزل ملعبه مع القوار مع القوار يا مشهد بتاع زمان ده لما ينزل عم حرس لأرضية الملعب بتلاقي فيه يمكن تشجيع وحماس والمدرجات بتحسني فيه زلزال في مدرجات أستاذ القاهرة ده أول ما شهد شفناه بعدها بشوية في نزول لعبة الهلال السوداني نزل مارس الكولر مارس الكولر نازل في أستاذ القاهرة وكأنه أول يوم بيدرب النادي الأهلي يعني أنا حسيت أن مارس الكولر كولر هو قبل تسرعات أنا بشوف خمس سلاف أنا أول مرة هشوف جمهور النادي الأهلي بالكم والعدد ده وبقول أنا مشتق للمباراة أول جمهور النادي الأهلي أكيد نزل أستاذ القاهرة لفف المدرجات راح من التالتة المين لجاة التالتة شمية القرب من الدرجة الأولى راح للدرجة الثانية الرجل مستمتع مش قادر يتخيل أنه هو كان بيتولى تدريب فريق منزحه لأكتر من 6-7 شهور وفيه جماهيرية بالعدد وبالشكل ده على فكرة الجزئية اللي حصلت مع كولر يعني أثرت فيه نفسيا أنا حتى شفت وقف في حتة كتيرة في أرضية الملعب واقف مع نفسه من غير وجود مترجم من غير وجود أي حد من أعضاء الجهاز المعاون من غير وجود اللعيبة الرجل عايز يتفرج على مشهد سمع عنه وقرع عنه كتير لكن لما يشوفه بقى على أرض الواقع فساد القاهرة كانت بالنسبة له حلم وتحقق النقطة اللي كده بيتكلم فيها محمد قبل المباراة أنه جمهور النادي الأهلي ما يستعجلش اللعيبة أنه لو النادي الأهلي كان في المباراة أيضا فاز واحد صفر بيضمن ليه الصعود بعد ما كهرباء أحرز الهدف الأول في الشوط الأول الأهداف الثانية تخرت جات مع نزول حسين الشحات صحيح انطباع جمهور النادي الأهلي وتشجيعه وحماسه هل كان فيه استعجال للعيبة النادي الأهلي خالص ولكن برضو ماشينا على نفس النهج التشجيع والدعم والمؤذرة لأول مرة أحضر مباريات للأهلي في السادة القاهرة ومشوفش أن الجمهور من الثانية الأول لغاية الثانية الأخيرة بيستعجل لعيب أو بيزوم على لعيب على فكرة المشهد ده ما شفتهوش في المطش الده تحديدا في بعض المطشات كنت مثلا لأي الجماهير إيه إلحب بسرعة يلا محتاجين جون لا الجمهور في المطش ده تحديدا ما كانش فيه استعجال لأي لعب أنه هو يحرز هدف أو يزوم على لعب يعني مثلا المطش ده مثلا ما كانش موفق فيه دائما ساعات الجماهير بتبقى نبض طيب خلي بالك لما لعيب في المباراة الكبيرة زي دي ممكن يضيع فرصة ممكن يقع الجمهور زعلان برضو كنت بتشوف أنا إنت عشان كنت موجود في الصورة وأقرب بها مننا في الاستاذ لا ما كانش فيه يعني القاة طبعا الجمهور بينفعل مع أي فرصة محققة وكان قبل هدف قرابة كان فيه فرصتين ثلاثة لكن يعني اللي هو الحماس بتاع أن الكرة جاء تخلجون لكن مغرد ما الكرة بتخرج أو ما بتبقاش هدف وبيبدأ الهلال هاجمة جديدة لا يعني ما كانش فيه لا ما كانش فيه ساربعة يعني بصراحة المشهد كله كابتن مقصد بصراحة بقولك عائلة الأهلي الجميع تكاتف من أجل نجاح هذا اليوم وبصراحة وبأمانة رغم أنه كان فيه بعض اللقطات اللي بيحاول البعض يصدرها بشكل سلبي ولكن الجمهور بشكل جماعي لا يعني نجح باقتدار وبنسبة 100% وأكبر دليل على كده إشادة وزارة الداخلية في ديار رسمي ده كان ليه مفعول السحر يثبت للجميع أن الأمور الحمد لله كانت ماشى بشكل طيب جدا كابتن سامة علشان كده إن شاء الله تكون دي البداية البداية لمباريات مقبلة مهمة جدا في دور التمانية إن شاء الله محمد اللي هتكون القرعة بكرة بينتظرها بكرة كل عشاء وجمهير الناد الأهلي إن شاء الله القرعة بكرة بإذن الله الناد الأهلي هيواجه فرقة من التلاتة سواء الرجاء المغربي أو الوداد أو الترجي التونسي التلاتة فرقة كبيرة لكن أكيد المباريات دور التمانية مختلفة عن دور المجموعات الحسابات الفنية التشكيلات طرق اللاعب الخطط كل الأمور دي أكيد مختلفة عن دور المجموعات إن تبقى مباريات إقصائية يعني أنت ذهاب وعودة المباراة الأولى هتكون في استاد القاهرة وأيضا إن شاء الله الناد الأهلي هيطلب برضو العدد اللي إحنا شفنا ده وأنا واثق إن شاء الله إن وزارة الدخلية هتوافق وأيضا واثق إن شاء الله يكون جمهير الناد الأهلي في المعاد زي ما شفنا في المباراة السابقة والمباراة الثانية هتكون خارج الديار بإذن الله بالفعل المباراة دور التمانية اتحددت بشكل رسمي لقاء الزهاب أحد أيام 21 أو 22 إبريل وده هتوافق طبعا مع أول أيام أو ثاني أيام عيد الفطر المباراة كل سنة وحضراتكم طيبين ومباراة الأيام هتكون في إما في رادس أو في كازابلانكا أحد أيام 28 أو 29 إبريل بكرة الأرعة هتبدأ الأرعة الأول بسحب مرسم أرعة التكاسي الكونفدرالية حوالي ساعة 8 ونص بتوقيت القاهرة بعد سحب مرسم أرعة الكونفدرالية هتكون فيه راحة حوالي 10 دقايق وصم سحب مرسم أرعة الدور الأبطال حوالي الساعة 9 أوروب وده هيكون مع ضربة البداية لمباراة الأهلي وغزل المحلة بقرة في الدوري العام نهاردة عمل لكم برضو مفاجأة حلوة علشان برضو يعني بكرة الأرعة فاحنا إن شاء الله عاملين أرعة النهاردة بس على بداية كده بيننا وبين بعض في قناة الأهلي هتكون أيضا بيني وبين زميل محمد سعيد وأيضا بين ضيوفنا كابتن رمضان السيد أيمان جلبرت والأستاذ عبد الحكام وعلم وعندنا الأرعة هنا وعندنا الفرق وهنشوف كل واحد لكن بكرة هتكون الأرعة بال إيه الحقيقي الرسمية بس التجريبي الودية الحبية ما بيننا وبين بعض عندنا بكرة مباراة مهمة جدا أكيد مباراة مهمة جدا ده شكل الأرعة هنا ده الفرق محطوطة وهنسحب على الهوى مع حضراتكم وهنشوف يا طرى إيدنا خفيفة ولا تقيلة كله هيبان دلوقتي على الهوى وإحنا بنتكلم عن الأرعة بنتكلم عن جمهور الناد الأهلي أكيد مش هننسى بكرة مباراة مهمة جدا بعد الناد الأهلي مفز على الهلال السوداني تاني يوم الصفحة تقفلت كل اللعبة مركزة في التدريبات كولر بدأ يشتغل أو يركز على المباراة بكرة إن شاء الله مباراة مهمة جدا وعندنا بطولة مهمة جدا بطولة الدوري العام فيه ناس كتير بتقول إن الناد الأهلي خلاص بطولة الدوري اتحسمت الناد الأهلي قرب منها لكن الكلام ده مش صحيح تماما زي ما احنا شايفين جاز الفني زي ما احنا شايفين اللاعبين دي تدريبات النهاردة بعد الفطار علشان بكرة للاستعداد لمباراة غزل المحلة الدوري الممتاز لسه احنا مش عايزين نبلع الطعم بتاع السنة اللي فاتت ونقول إن الناد الأهلي خلاص حسم البطولة ونريح لأ لسه مازالت آه يعني فقدنا بطولة الدوري سنتين بطولة محببة زي ما قلت لحضراتكم البطولة اللي بيمتلك فيها الناد الأهلي الرقم الأكبر وأرقام قياسية على مدار تاريخه منذ انطلاق البطولة علشان كده بكرة بباراة بهمة جدا وبعدها إن شاء الله نفل الصفحة ونشوف بعد كده مباراة بيرامدس في نهاية كأس مصر مباراة صعبة مباراة المحلة المحلة عمل نتائج كويسة في الدوري بالمناسبة والأهلي مع ضغط المطشاط أكيد كولر ممكن يجري عدي التغييرات على التشكيل والصفوف الفريق فبالطبع تبقى مباراة صعبة في نفس الوقت كمان المباراة تتلاعب بدون تقنية حاكم الفيرج المساعد المباراة بكرة هيدرها الكابتن محمود البنة ولكن ما هو عامل المساعد اللي كان بيتعود عليه دايما وكل الحكام متعودين عليه ما فيش تقنية الفير النهاردة حتى المباراة بتتلاعب بدون تقنية الفير مطش الزمانة والمصر فيه أخطاء كارثية ومع ذلك المباراة بدون فار مش عارف الوضع إيه معلومة كمان بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة وطبع لسه ما فيش تأكيد رسمي مطش نهاء الكاس لسه يوم عشر إبريل ولكن بنسبة كبيرة قد تقام هذه المباراة أيضا بدون تقنية الحكم الفيديو المساعد موقف صعب هو احنا يعني بنتقدم ولا بنرجع لورا لا أجده بنرجع النهاردة بعد موصلنا وبدأنا نشوف شكل جديد للدوري وبنقول حضور الجماهير وبنتكلم عن العدالة النهاردة يعني بعد ما المسابة بتدت بالفار إزاي نرجع لورا ونقول أصلي في مباراة وفي مباراة تلعب دلوقتي من غير الفار طب النهاردة هنرجع نقول أصلي اللعيب شد من بره وشد من جوه أصلي كورة ركج جزاء أصلي مفروض تستحق طرد والحكم ما تراتش ده ظلم الفرق ونرجع للقال والقيل زي الأيام اللي احنا عشناها زي ما العالم كله فيه الفار والناس بتتقدم ليه بعد ما تقدمنا عايزين نرجع لورا ومين السبب النهاردة ما فيه ناس وفيه ربط التقندية لو اتحاد الكورة مش قادر ينظم موضوع الفار يحيل الموضوع للربطة وتبقى الرابطة مسؤولة عن المسابقة كاملة ودي أدوات على فكرة بالمناسبة يا جماعة ربطة الأندية هي المسؤولة عن مسابقة الدوري تنظيم وإدارة وكل شيء الطبيعي والمنطقي طالما الاتحاد أو اللجان السابقة عاملة أزمة في مسألة تقنية الحكم الفيديو المساعد سواء في الأدوات أو في السماعات أو في السيارات الخاصة بالتقنية طب خلاص نسلم الأدوات دي كلها للربطة وتبدأ الرابطة تتعامل مع الشركة عندك مشكلة مع الشركة شوف شركة تانية وابدأ التعامل معي يعني المم في النهاية ما ينفعش تبدأ مسابقة بنظام وديجي في وسط المسابقة تغير النظام الأسباب كتيرة وفي حاجات منها ممكن تتقل على الهواء وفي حاجات ما ينفعش تتقل على الهواء ولكن في نفس الوقت ما ينفعش خالص النهاردة بنتفرج على مباراة في الدوري ومبارح وبقرة كمان ونشوف أخطاء يعني النهاردة في لعبة للمصري أمام الزمالكة كابتن محمود ناجي استحالة دي يعني انت مش محتاج فار ازاي كرة ازاي دي ما تحسبهاش يعني انا عايز افهم ازاي بدون تقنية الفار انت أصلا اللعبة واضحة بالنسبالك الناس كلها بتتكلم عليها دلوقتي وحنا بيننا شوطي المباراة الزمالك والمصري كرة يعني ما ينفعش ما ينفعش كرة بالشكل ده كابتن محمود ناجي هو حكم دولي وقدر نهاية أمم إفريقيا للشباب ومن الحكام الواعدين ويخطأ هذا الخطأ الكارسي في مباراة الزمالك والمصر بقرة مباراة الأهل والمحلة هل انت مثلا بتعتبروا ان فرق النقاط كبير ففيه أريحية شوية بالنسبة لبعض الأندية لا ده أمر مش مقبول وفكرة انه كمان نهاية الكاس ممكن يكون بدون تقنية الحكم الفيديو المساعد حتى الآن أعتقد يعني الوضع محتاج تدخل سريع لحسم الأمر وإيجاد صيغة تفاهم بخصوص تقنية الحكم الفيديو المساعد وإزاي يتم استخدامها لفترة الجاية ولو فيها كابتن أسامة أزمات الفترة السابقة يطلع بيان رسمي يشرح لنا مين المسؤول عنها هل اللجنة الخماسية هل اللجنة الثلاثية هل الاتحاد الحالي مسؤول ولا غير مسؤول هل المستحقات الأديمة مين المسؤول عنها هل الأرقام اللي تدفع تبقى للتعاقد أرقام سليمة ولا أرقام زيادة عن اللازم لأن بصراحة التقنية حتى على المستوى الفني فيها مشاكل كبيرة يعني فيها مشاكل كبيرة نحن نتكلم على التقنية في الأول فيرجن نزل ده من حوالي 3 سنين لكن دلوقتي الفيفا عمل أكتر من تحديث لتقنية الفي آر فين التحديثات دي مش موجودة لكن مع التخبط الموجود نتمنى إن شاء الله كل التوفيير للعب النادي الأهلي في المباراة المهمة والمرتقبة غدا أمام غزل المحل عندك أخبار وحصريات في دوري السوبر الأفريقي دوري اللي هيشارك فيه النادي الأهلي الموضوع ده شائق جدا وما كنتش أتوقع رد الفعل كابتن أسامة اللي نبارح أنا ما اتكلمت فيه ونشرته من خلال الموقع لقيت ردود أفعال أنا كنت متوقع أن الناس هتتكلم إن إحنا عندنا مهلة لغاية 30 ستة وممكن نشتغل فيها في شهر ستة ومش هنحتاج نيفل استاد القاهرة الدولي الأول بس علشان نرتب الموضوع البطولة تنطلق من إنت لإمتى البطولة تنطلق من منتصف أكتوبر لمنتصف نوفمبر هتتلاقي على مدار 30 يوم فقط شهر يعني شهر واحد فلس دي البداية عدد الأندية بنتكلم في النسخة الأولى 8 أندية مثلا في مواطنية شمال إفريقيا فيه الأهلي والتراجي والوداد في جنوب القارة في سانداونز في غرب القارة في مازينبي الكنهولي في شرق القارة في سينبا التنزان وطبعا الزون بتعقرة إفريقيا ده محدد من الشرقة الإطالية اللي هتدير دور السوبر وكان فيه حرية كناك للغين ولكن تم استبعاده لعدم مطبقة الملاعب ملعب الفريق بالتأكيد ودخل مكانه إن ينبى الناجير وفيه زيارة لسه هتكون لنادي إن ينبى الناجير زيارة الوفد الأفريقي للملاعب فيه أنباء وفيه كلام يتقال ساد القاهرة محتاجين تعديلات فيه جواب يتبعت الجواب لسه ما رحش للوزارة قل لنا الكواليس أكتر في المطبقة دي طيب عارف الجواب تتبعت من إمتى قل لي الجواب تم إرساله من الشركة الإطالية ومن الاتحاد الإفريقي بتاريخ 20 مارس النهاردة كان في الشهر 4 أربعة 4 إبريم يعني بنتكلم بعد 14 يوم حتى هذه اللحظة لولا المعلومة تم نشرها يعني الجواب ده اتبعت يوم 20 مارس اتبعت من الاتحاد الأفريقي ومن الشركة الإطالية لكل الاتحادات الاتحاد المصر لفرات القدر والاتحاد التونسي والاتحاد المغربي والاتحاد التنزاني والاتحاد جنوب إفريقيا وأنا الحمد لله قدرت أتحصل على كل هذه الخطبات للثمن الاتحادات طيب يتضمن الجواب ده أو الخطب ده يتضمن في إيه؟ الجواب يتضمن نقاط مهمة جدا أولا ملعب سنبا التنزاني مثلا يعني هيتقفل من 15 خمسة لغاية أول سبعة عشان الإصلاحات ده قرار الرسم من الاتحاد الأفريقي ملعب مازنبي نفس الأمر ملعب رادس فيه مهلة لغاية 30 ستة زي استاد القاهرة عشان تراك ملعب رادس محتاج يتغير أو يتم تخطيته كمان مقصورة استاد رادس محتاجة تعديلات مقصورة الإعلام محتاجة تعديلات طيب استاد القاهرة وده الأمر اللي يهمنا في استاد القاهرة استاد القاهرة محتاج تلات حاجات أولا مقصورة الفي في آي بي اللي هي المقصورة الرئيسية الكراسي اللي موجودة تتغير وتتشال وإعد تشكيل وضع الكراسي من جديد في المقصورة الرئيسية ليه بقى؟ طيب ده أمر بسيط أمر بسيط بس ليه بقى؟ قالك أن المسافة ما بين الكرسي والآخر عشان الناس تتحرك فيها دقيقة جدا وده لا يجوز طبعا في استاد دولي زي استاد القاهرة الدولي ده واحد اتنين المقصورة الأمامية اللي هي بيطلق عليها الفي آي بي محتاجة أيضا كمان الكراسي تتغير بنفس السعة والشكل اللي في المقصورة الرئيسية ويتم وضع كراسي جديدة باللون الأحمر وده شأن تسويقي لعلاقة أن الأهلي هو صاحب الملعب فعايزين يده أي شكل ملعب استاد القاهرة أنه يكون هو ده ملعب النادي الأهلي فبالتالي عايزين مقصورة الفي آي بي الصحفيين دي بقى مشكلة كبيرة لأن عدد الطلبات اللي طلبها الشركة الإيطالية بعد زيارته لأستاد القاهرة في مقصورة الأعلام محتاجة تغيير شامل الكراسي الترابيزات الكبلات الكهرباء مقاعد المؤتمر الصحفي كمان طريب منك أن يكون فيه تحرك من مقصورة الأعلام لمكان الميكسنزون عند الأغوض خرف خلع الملابس تكون واضحة ومحددة ويكون ميسرة للأعلامين والصحفيين ويتم استخدامها بشكل دائم الحاجة الأهمة دي بقى وإحنا عشناها حسنا القاهرة الفترات طويلة جدا بيقولك ما فيش واي فاي ما فيش انترنت فهل يعقل أن مقصورة الأعلام في ملعب زي استاد القاهرة ما يكونش فيها انترنت خلي بالك كل الأمور اللي أنت قلتها كلها أمور بسيطة كلها يعني تاخد أيام بسيطة جدا عشان تتعامل سواء المقصورة الرئيسية أو الأمامية أو مقاعد الصحفيين إن شاء الله كلها حاجات بسيطة ونشوف الناد الأهل بيلعب لأول مرة لأول مرة في النسخة الأولى الناد الأهل في دوري السوبر الأفريق قل لي بقى الجواز المالية البطولة دي برضي بس قبل ما نروح للجواز المالية كابتن أسامة هي النقطة بس اللي أنا استغربتها أن رئيس هاية الاستاد طلعه وعلق قالك أنا ما جليش أي حاجة يعني الخطاب اللي اتبعت من الشركة الإيطالية والاتحاد الأفريق والاتحاد المصري ما راحش لأستاد القاهرة ولا الوزارة حتى راح للأستاد ولا الوزارة حتى علقت وقالت جالي ولا ما جليش بس معنى أن رئيس هاية الاستاد يقولك ما عرفش عنها حاجة يبقى إذن الوزارة ما اخترتهش يبقى الوزارة ما تبلغتش فبالتالي أنت بتتكلم في فكرة محتاجين على الأقل نختر الجهات المسؤولة عشان يبقى فيه تحرك هو الموضوع على فكرة مش هيقض أكتر من أيام عشان تتعدل ولكن يبقى الأمور تمشي في النطاق الصحيح بتاعها طيب طيب إن شاء الله يعني الجواب يروح ونشوف أستاد القاهرة زيما شفنا تزين في مبارات الأهلي والهلال السوداني أيضا نشوفه في المبارات القادمة للنادي الأهلي نروح لزميلتنا هانا أبو القاسم عشان تطلعنا على آخر أخبار النادي الأهلي تحياتي لك يا هانا وتحيات زميل محمد سعيد أرحب بك طبعا يا كابتن أسامة وبيك يا محمد وكل مشاهدي القناة الأهلي في كل مكان سعيدة جدا بقى أننا هكون معاكم النهاردة في فكرة الأخبار إن شاء الله هيكون معنا أخبار متنوعة ومتميزة كالعالم نروح بقى للخبر الأول معنا واللي متعلق بمستر مارسال كولر وجه مستر مارسال كولر المدير الفني للنادي الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق بعد حضرهم لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا وكتب كولر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك شكرا لجمهور الأهلي العظيم على الأجواء الخيالية وأتمنى أن أرى حضركم بهذا الشكل الأسطوري كل مباراة فمن أجلكم طلعب كرة القدم شكرا جزيلا وأتمنى أن أكون دوما سببا لإسعدكم يعني يمكن يا محمد أنت كنت ذكرت هذه النقطة الجماهير ظهروا بمظهر كبير جدا وجميل في مباراة الهلال السوداني وكمان إشادة مستر مرسل كولر بالجمهور في المباراة أكيد كولر تكلم وحضر وشاف بنفسه فكان بقى لازم يعبر عن ده من خلال حساباته الرسمية ولسه لسه لسه الفترة الجاية يشوف أكتر وأكتر إن شاء الله مع التقدم الأدوار في دوري أبطال إفريقيا دوري 8 قبل النهائي إن شاء الله مباراة النهائية لا الوضع يختلف يكون فيه قرنفلات إن شاء الله بإذن الله أكيد خلونا بقى نكمل أخبارنا إنه هاردة واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنيادي استعداداته لمباراة غزل المحلة وللمقرر لها مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز وعقد مرسل كولر المدير الفني محضرة للعبين قبل أن تنطلق فقرات الميران بجوانب بدنية متنوعة أعقبها الجوانب الخططية والفنية استعدادا للمباراة طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي شاء الله يقدروا يفوزوا في مباراة غدا ويقتنسوا ثلاث نقاط جداد خلونا بقى ننتقل للخبر التالي معنا وأكد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن ما تم تدوله عقد مباراة سانداونز بتوقيع عقوبة مالية على اللاعبين ورفعها بعد مباراة الهلال غير صحيح وأضاف العمري أن هناك لائحة خاصة بالفريق يوجد بها بعض المكافآت وبعض العقوبات في حالات متعددة ولائحة الأهلي بها حوافز للفريق وفي حالة تحقيق الهدف منها وهو حصد دوري أبطال إفريقيا سيتم رفع العقوبات الصادقة من بقى بطولة دوري أبطال إفريقيا ننتقل لبطولة كاس مصر وكشف هاني سعيدة المدير الرياضي لنادي بيرميدز عن أن النادي طلب بشكل رسمي من إدارة اتحاد الكرة إسناد الإدارة التحكمية لمباراة نهائي بطولة كاس مصر لطاقم تحكيم أجنبي وأوضح المدير الرياضي أن نادي بيرميدز أكد فيه خطابه الرسمي المرسل إلى اتحاد الكرة أنه يتمسك بإسناد الإدارة النهائي لطاقم حكام أجنبي وذلك للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الناديين والوقت ما يزال مبكر أمام الاتحاد للتوصل إلى اتفاق واستخدام طاقم حكام يليق بنهائي أقدم بطولة مصرية مثلما حدث في نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر وكذلك نهائي كأس الرابطة الأندية في نسختها الأولى ننتقل بقى للخبر التالي معنا وأكد محمد أثشازي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أنه تم حل أزمة تقنية الفيديو الفار بشكل قاطع وسيتم التواصل مع الشركة الأسبانية لإنهاء المشكلات وأضاف الشذي أنه تم الاتفاق على تجديد التعاقد مع الشركة الأسبانية المسؤولة عن تقنية الفيديو وجد والت المديونيات وكيفية ضمان حقوق البث وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة أن الاتفاق الجديد مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو قد يمتد العام أو اثنين ولم يتم الاتفاق على هذا الأمر بشكل نهائي خلونا بقى لوقتي ننتقل للخبر الأخير معانا وأسندة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الأهلي وغزل المحلة إلى الحكم الدولي محمود البنة في اللقاء المقرر لها التسعة وربع غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة وعشرين من عمر المسابقة دوري المصري وتعين محمود البنة كلا من محمد فاروق وحسين رمضان وإبراهيم محمد يعني دي كانت أخبارنا النهاردة قبل أن أختم كلامي نروح لحديث الساعة والقرعة طبعا إلا هتم غدا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عايزين بقى نعرف إيه توقعاتك وللقرعة والله أنا أتمنى تكون التوقعات يعني هي طبعا المواجهات كلها صعبة كالتونسامة يعني الترجل تنسي الرجاء الوداد ولكن أنا عجبني جدا كلمة قالها كلها في المؤتمر الصحفي إحنا الأهلي يعني أيا كان المنافس أنت عايز تلب على البطولة وعايز تلب على اللقب أيا كان المنافس ساعتلعب لكن طبعا كل المنافسين عم نحساب لك كويس جدا بعد ما أقصيت الهلال وتأهلت من الدور المجموعات إلى الدور الرابع النهائي ولكن لما نشوف فما تخلينا نعمل قرعة على الهواء دلوقتي وإحنا على الهواء دلوقتي نعمل قرعة كده ما بينه وبين زميل محمد سعيد ونشوف أنا خايف إيدي خايف إيدي بس تطلعتي إيلا شوية يعني طبعا نتمنى الموضوع ما يتقررش تاني دي قرعة وديا نعمل آآ آآ بالظبط فحنا كده بنعمل بس بس تجريبي طيب يعني نشوف طيب هلسة بقول لكابتن أسامة مش عايز أتقرر قرعة الموسم الماضي ولكن القرعة برضو تقررت للمرة التانية الرجاء الرياضي المغربي في مواجهة الآلي في مبارات دوري التمانية بجعرف لكل توقعات الجمهور رايحة في فكرة أن الآلي ممكن نواجه الرجاء خلي بالك الثلاث فرق ثلاث فرق كبار سواء الترجي سواء الرجاء سواء الوداد فرق كبيرة في أفريقيا لها تاريخ فرق تمرست فرق أخدت البطولة قبل كده فالثلاث مواجهات ثلاث مواجهات صعبة لتمنى وقتها التوفيق طبعا للنادي الآليو زي ما كولور قال دايما وانت بطل أنت بتدور على نفسك ما بتدورش على المنافسين على قد أنت استعدت ازاي بتلعب ازاي أسلوبك ازاي هو دا المهم السنة اللي فاتت أنا توقعت الرجاء عشان أسحب أنا كمان ببا ماشا السنة اللي فاتت أنا توقعت الرجاء وجات الرجاء طيب ماشا أسحب أنا ونشوف كده زميلي محمد سعيد سحب الرجاء هنقرر نفس الموضوع اللي جماعة في الفقرات اللي جاية بسم الله برضو برضو زي زميلي محمد سعيد الرجاء المغربي طيب لما نشوف بقرأ دا دا النهاردة بس بسه بقرأ هيكون فيه كلام تاني طيب طيب عمواني أنا أحنا بنشكرك بالتأكيد على فقرة الأخبار والأخبار المميزة اللي كانت معاك ودائما الموفقة ومتعلقة على طول شكرا أنا اللي بشكركم جدا أكيد وأيا كان الفريق اللي هيواجه النادي الأهلي عندنا أكيد ثقة كبيرة جدا فيهم شاء الله كان العادة هيكونوا على قدر كبير من المسئولية وكنت سعيدة جدا وأنا معاكم نهارا وأحنا بنشكرك شكرا جزيلا نروح لفاصل سريع أهلا بحضراتكم من جديد نروح للنادي الأهلي ومالعب مختار التيتش ومعانا زميلنا محمد توفي علشان يقول لنا آخر أخبار النادي الأهلي واستعدات الفريق النهاردة علشان مباراة غزل المحلة المهمة المرتقبة غدا تحياتي لك يا توفي وتحيات زميل محمد سعيد سيئة الخير تحياتي لك كابتن أسامة تحياتي الزميل العزيز محمد سعيد وكل مشاهدي القناة اللي قادر في كل مكان كل سلام حالكم طيبين وليلة رمضانية جديدة ورمضان في الأهلي وإحنا معكم موجودين من فرق النادي الأهلي بالجزيرة لمتابعة زي ما حالك قلت آخر تمرين لفريق النادي الأهلي استعدادة من مباراة المحلة مقارنة بإذن الله غداً أتى ساعة وربع مساء على استعدادة القاهرة في إطار الجولة 23 من الدولة المصر الممتاز يعني استعدادات أكثر من رائع كابتن أسامة ممكن الفريق على طول بعد مطش الهلال ما فيش راحة على طول حد 2-3 تدريبات مستمرة يمكن أنه أنا بكنا محرك دلوقتي حالاً التدريب يعني آخر فقالات التمرين يمكن بعد التمرينات التخصصية اللي بجريها مستر مرسل كولر المدير الفني للفريق ولكن عاوز أقولك أن التدريب كالعادة بدأ بمحاضرة فنية للجهاز الفني بالفيديو ومن بعدها يمكن محاضرة كمان نظرية في الملعب عن أهمية مباراة الغد أمام المحلة خلاص زي ما قلنا أفلنا الملف الإفريقي بنعود تاني للملف المحلي المهمة تؤكد وتحافظ على صدارة النادي الأهلي وإن شاء الله نصل غداً إلى النقطة 47 على قمة المسابقة وإنبع على طول قدر النادي الأهلي نخش البطولة جديدة ونهاية الكأس بإذن الله يوم الاثنين القادم يمكن التمرين بعد كده كان تمرين قوي جداً شارك فيه معظم اللاعبين يمكن بس الغيابة الوحيدة عن تمرين اليوم النهاردة محمد الشيناوي بيواصل يعني يعني أنه يريح من التدريب الجماعي وموجود ببرنامج استشفائي له طبعاً تحت إشراف الجهاز الطبي بقال الدكتور أحمد أبو عابلة ولكن هو سليم تماماً ولكن هو بس مجرد ببرنامج استشفائي محمد الشيناوي ممكن كان على دغوط كبيرة سواء يعني بدنية أو كمان نفسها الفترة ففضل الجهاز الفني إرحته وإن شاء الله يتدفع بأحد الحراس ممكن السلاسي كان موجود النهاردة وقدت المرانه بشكل أكثر من رائع سواء علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء كمان الغيابة الوحيد في اللاعبين هو طهر محمد طهر اللي برضو اشتكى من بعض الألام فيه آخر مران قبل مطش الهلال السوداني بيواصل برنامجه الاستشفاء النهاردة وبإذن الله يكون قريباً جداً مع الفريق بقيت اللاعبين بيشاركوا بشكل طبيعي جداً محمود متولي شارك في المران بشكل كامل يمكن كمان بعد تدريبات البدنية كان فيه تأسيمة شارك فيها جميع اللاعبين وإن شاء الله كل الجمل وكل الحاجات الفنية اللي كانت فيها الجهاز الفني تنفذ بكرة بشكل أكثر من رائع ويكون الفوز حليف النادي الأهلي وبإذن الله نحفظ على صدرتنا ونتجه لبطولة تانية إن شاء الله نحصدها استعداداً بقى للفترة القادمة وكمان دخلنا في دور التماني في دورة أبطال أفريقيا ويرب بكل أيام النادي الأهلي يتبقى إنجازات وبطولات كابتالي وسامع محمد طيب توفيق هل الجهاز الفني بقيادة تمرس الكولر منح عدد من اللعيبة راحاً نهاردة من المران ولا كل الفريق كان في المران الجماعة بخلاف العدد من اللعاب اللي أنت ذكرتهم إنهم عندهم إصابات معينة كده فمش موجودين في التدريب دي النقطة النقطة التانية التدريب ينتهى وخلص والفريق ذهب للمعاصقر ولسه التدريب شغال في ملعب التاتش يعني باستثناء محمد الشناوي طبعاً لو قلنا إن الجهاز الفني فضل إراحته ودنزل للضغط اللي كانت على رضو فترة فاترة من ضغط مورياط وضغط السفر كمان مع المنتخب ما فيش غيابات باستثناء طهر محمد طهر زي ما قلنا اشتكى من بعض الإجهات فالجهاز الطبي يفضل إراحته وخضوعه البرنامج السفائي باستثناء كده محمد كل لعابة فريق نادي الأهلي سواء اللي شاركوا في مباراة الهلال أو كمان مشاركوش موجودين المران قوي جداً المران قاعد يمكن المران استمر تقريباً ساعة ونص وحالاً دلوقت زي ما بقولك فقرة بس أخيراً بتضربوا على حاجة فنية معينة طبعاً مش نافع نقولها بس حالاً دلوقت كل اللاعبين بتضربوا على تدريب فني متخصص معين لكن كل اللاعبين بشكل أكثر من رائع بلا استثناء بيقدوا بشكل قوي جداً الجميع حريص طبعاً على حجز مكاني موش الماديا على مدار الأيام اللي فاتكتوس كابتن أسامة محمد سعيد الناس بتتكلم عن تغييرات كبيرة جداً هشهدها التشكيل بكرة في النادي الأهلي راح تعالى كبير جداً من اللاعبين عايز أقول لك وطمينك كل اللاعب النادي الأهلي في حالة فنية وبدانية أكثر من رائعة سواء بقى الجهاز هيرايح لعبة بكرة من الماتش أو مش هيرايح ده حقه أصل لي اختيار الحضاشة اللاعب اللي هيبدأوا أو كمان اللاعبين اللي هيكونوا جالسين على دكة البودراء ولكن جميع اللاعبين جاهزين كل اللاعبين بقدوا المرام بشكل أكثر من رائع ومرام قوي جداً يا محمد مفيش بقى حتة إن حدرتها أو أي حاجة لا بس سنها بس الشناوي وطهر محمد طهر جماعة العليين الموجودين بشكل أكثر من رائع في تدريب المعارض طمننا على محمود متولي أنا شايفه في الصور وفي التدريبات عشان كان غاب بقى له فترة دلوقتي دكتور أحمد أبعابلة سمعنا له تصريحات برضو إن محمود متولي الحمد لله نزل وبقد التدريبات بشكل كامل ياخذ التمرينة كاملة حالة محمود متولي برضو إن محمود متولي واحد من العناصر الأساسية ومدافعين المهمين في فريد نادلها عايزة طامنة كابتن واسامة وطامن كل جمال نادل أهلي محمود متولي لائق تماماً من ناحية الطبية والفنية موجود النهاردة في الميران بيقدي الميران بشكل قوي وده مش من النهاردة بس كابتن واسامة عاقب مباراة الهلال مباشرة محمود متولي كان موجود في كل التدريبات أديها بشكل كامل ممكن كمان كان جمعنا حديث محمود متولي قبل ماتش الهلال بيوم قال إن أنا جاهز تماماً وإن شاء الله من بعض ماتش الهلال أنا موجود ومتاح تحت أمر الجهاز الفني لمشاركة مباراة يمكن محمود من اللاعبين فنياً طبعاً في مستوى عالي جداً وكمان من الناحية الخلقية وكمان الناحية كابتن واسامة التصميم والإرادة محمود عايز يبقى موجود عايز يبقى واحد من العامدة الرئيسية في الفريق اللي بيساعد زميله ممكن شوفنا محمود عبد المنعم رامي ربيعة قدوا بشكل أكثر من رائع في المباراة الأخيرة كمان ياسر إبراهيم بوقت ما بيحتاجوا الجهاز الفني أي من أشرف اللي بيقدي تمريراته بشكل أكثر من رائع وبحماس من قطع النظير كمان محمود متولي مش أقل من نوع من حماساً وموجود في التدريبات وبشارك بقوة وكل اللاعبين زي ما انتراكبتن واسامة حرصين جداً هم يكونوا ضمن الحداشر اللاعب اللي هيبدأوا سواء ماتش المحلة أو من بعده كمان نهاية الكأس امام بيرامدز أو كمان كل الماتشاط الجهة إن شاء الله وعندنا طبعاً معترك أفريق إن شاء الله منكم موفقين فيه ومنتظرين كلنا القرعة بإذن الله بكرة يعني أياً كان منافس النادي الأهل اللي هيواجه في دور التمانية فأعطاك النادي الأهل الجهز داي منافس بإذن الله تمام طيب زي مننا محمد توفي احنا بنشكرك شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات والإضاحات الخاصة بيه تدريب الأهل الأخير قبل الدخول في مؤسكر مولق استعدادة لمواجهة المحلة غدا كان مهم جداً نروح للتدريب بسرعة قبل ما نستقبل الكابتر رمضان السيد لكن دلوقتي نخرج لفاصل ونرجع نستقبل الكابتر رمضان عشان نتكلم معنا عن أمور فنية عديدة مباراة المحلة نتيجة مباراة الهلال طوقات لقرع الدوري أبطال إفريقيا بكرة ولكن بعد الفصل أهلاً بحضراتكم من جديد بنرحب بضيفي وضيفكم اللي مشرفنا ومنورنا ودايماً ليه تحليلات مهمة جداً نجمل أهل السابق كابتر رمضان السيد تلسوا حقيقة طيبة كابتر رمضان السيد قصان طيبة سامة وكسان طيبة محمد منور الدنيا يا كابتر رمضان أهلاً بيك طيب بالتأكيد يعني معناك كابتر رمضان السيد يعني نسمع النهاردة رؤية فنية في العديد من المواقف المهمة جداً للنادي الأهل خلال الفترة الحالية بدايةاً كابتر رمضان كسبنا الهلال نتيجة كبيرة التأهل لدور الربع النهائي أكيد ده هدف مهم لكن طبعاً الأهل دائماً بيلعب على البطولة مش المقياس بالنسبة له التأهل من دور المجموعات ولكن بالنسبة لحضرتك شفت الفوز على الهلال يعني الفوز بتلاتة سفر التأهل لدور ربع النهائي مباراة في الدوري بكرة مباراة المحلة يعني بشكل عام شايف الرؤية الحالية للأهل إزاي؟ أعتقد طبعاً أنا في بداية بس كلام الحقيقة محمد بقول طبعاً ألف الحمد لله على السلامة للكابتن محمود القطيب الحقيقة عودية والحقيقة الحمد لله رب العالمين وده حاجة حاجة كبيرة جداً بالنسبة لجمهور الأهلي وبالنسبة للنادي الأهلي والتاريخ النادي الأهلي الإسطورة يعني الحاجة التانية طبعاً مباراة الهلال الحقيقة الجمهور الجمهور يعني حاجة مشرفة حاجة جميلة يعني حاجة ما حصلتش من فترة كبيرة جدا 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 وجمهور اللي احنا معودنا على كده احنا كل ما نحتاجه نلاقيه واللاقيه بكوة واللاقيه يعني بالجمال اللي هو كان فيه في المباراة الحقيقة اعتقد ده كان سبب رئيسي يمكن احنا دايما بنقول الجمهور بيبقى رقم 12 انا في رأيي لا جمهور النادي اهلي بالذات على طول في كل مباراة في رقم واحد المباراة طبعا اعتقد ان احنا يعني مجرد ان احنا جدنا الامل او عودة الامل لينا من ضربة الجزاء اللي اتصددت الحقيقة في من حرس مرمى سان داونس انا خلاص قلت ان احنا يعني ان شاء الله بإذن الله هنكسب مباراة الهال وهنكسب مباراة الهال مسترائي على طول خلاص من اول ما تصدد الكرة دي انا مفيش اي شكل قلت خلاص احنا ربنا جبهلنا واحنا هنتمسك بيها واحنا هنعرف نكسب وبمساندة جمهورنا هنعرف نكسب بشكل كويس اوي طبعا الحقيقة المباراة طبعا احنا يمكن سيطرنا عليها في اول 25 دقيقة لغاية ما احرازنا الهدف الحقيقة لكن يمكن اخر 15 دقيقة او 12 دقيقة في الشوت الاولاني احنا ابتدنا نتراجع وما اعتقدش يعني كان فيه سبب ان احنا نتراجع الحقيقة لكن بعد كده الحقيقة احنا الشوت الثاني احنا كويسين وشوت الثاني الحقيقة من نزول طبعا حسين الشحات اللي انا بعتبره ورقة ربحة ربحة طبعا ورقة ربحة جدا ومن نجوم حاليا بس خلي بالك سامة حسين الشحات مش مباراة الهيال او مباراة الفترة بقاله دولتا حوالي 15 عشرين مباراة خلاص هو ده حسين الشحات هو ده حسين الشحات اللي احنا كنا بنتابعه مع المقاصة هو ده حسين الشحات اللي احنا محمد كنا بنشوفه مع النادي العين الاماراتي هو اقوى بقى كمان يعني انا في رأيي كمان على اقوى كمان الحاجة التانية المباراة دي فيها حاجات ايجابية حاجات كتير اوي يعني انا في رأيي كمان الحاجة الايجابية مروان عطية مروان عطية يمكن انا كنت في احد البرامج الحياة صفقة مهمة للنادي الأهلي. جدا. تقالات الشتوية مراوان عطية. طبعا من أهم الصفقات. يعني مراوان عطية أنا كنت في أحد البرامج الحقيقة. وكنت بتسئل هل مراوان عطية يقدر يلعب على السولية. يقدر يلعب على الحندفات. يقدر يلعب على ألو ديانج. قلت له مراوان عطية يبقى رقم واحد. والرقم واحد مش في النادي الأهلي. هي بقى رقم واحد في خط وسط منطقة مصر. وتمتابعه وبعدين آخر حاجة شفتها له. اللي أنا خلاني أن أنا أقيمه كده مورات أسوان. لعيب لعيب أنت عارف إيه؟ لعيب متمكن. لعيب مش ديفندر اللي هو بيستخلص بس. لا ده بيستخلص. وبعدين بيعمل الكرة البينية الطولية بمنتهى الإتقان. عنده إتقان فيها بشكل كبير جدا جدا. وفي نفس الوقت يا محمد يعرف يعمل المساندة الهجومية. يعرف يدخذ نفسه في التزديد. والتزديد بتاعه كله تزديد يعني مؤثر. آه طبعا. فالحقيقة دي من ضمن الحاجات طبعا برضو. من ضمن الإيجابيات مش عايزين ننسى برضو الهدف الأولاني اللي فتح المباراة. طبعا. هدف من الأهداف الحلوة الملعوبة. طبعا. ده على فكرة سيارة. هدف علامي. ده من أهداف الكابتن محمود الخطيب. لو تفتكر مباراة محل 4-0 فساد القاهرة. نفس اللعبة بالضبط. عمل الرجل كده منفقيه ورح وش رجليه بس الفارق إن كهرباء الحقيقة استخدم بطن رجليه بس بإتقان. يعني بطن رجليه هو عارف بيعمل ليه ببطن رجليه وعارف هيوديها فين الحقيقة. كهرباء طبعا ما فيش مشاركة ليه في الفترة الأخيرة بعد عودته إلا ما كان عنصر مؤثر جدا ويصنع الفارق. يعني أنا في رأيي إن كهرباء كل المبارات اللعبها في الفترة الأخيرة هو اللي مؤثر ويصنع الفارق. وكهرباء لو هتقولي بقى يعني أنت بتتكلم على صفقة مثلا أفريقية صفقة مثلا مهاجم السوبر. أنا في رأيي إن ما فيش حد هيجي زي كهرباء في الفترة اللي فيها تديه. ده لا كهرباء مركز والحقيقة بتمرم بمنتهى الجدية. ومحدش أبدا كان يتوقع إن كهرباء العودة بتاعته بعد ست شهور إقاف بالقوة دي. لا يعني كهرباء حقيقة يستاهل الإشادة بشكل في كل مشاركاته. أي مشاركة شارك في كهرباء في الفترة اللي فاتت يا أسامة بعد عودته. لا طبعا مشاركة مؤثرة جدا ويصنع الفارق في كل مباراته. بيرس تاو زي ما هنتكلم على حسين الشحات. بيرس تاو برضو كابتال ربان بيمر بحالة فنية جيدة جدا. جدا. حتى في المبارات اللي اتهزمنا فيها هناك. سانداونز هناك كان واحد من نجوم المباراة عمل الفارق فيها يعني بالشكل الهجومي. كان نقطة مهمة فيها. مباراة القطن اللي بعدها بكم يوم المباراة هنا اللي كانت في مصر يعني. بقاله فترة. لا بقاله فترة. وبرس تاو الحقيقة يعني أنا عاوز أقول إيه يا أسامة. بيرس تاو يعني لما تيت قايمه فنيا. لا فنيا هو عالي جدا. يمكن السلبية الوحيدة اللي عند بيرس تاو في الفترة اللي فاتت. كانت حتة الإصابات. لكن هو طالما تخطى الإصابات. لا ده عنصر مؤثر جدا. ويصنع الفارق والعيب كبير جدا جدا جدا. الحقيقة الفترة الأخيرة ماشي بخطوات كويسة أوي كمان يعني. مع سين الشحات زي ما قلت لك. مع مران عطية مع كهربا. الحقيقة. يمكن أنا السلبية الوحيدة في مباراة الهلال الحقيقة. يعني أنا في رأيي فيه لعيبة كانت بعيدة عن مستواها. يعني تخيل أنت بتكسب تلاتة. بتكسب الهلال اللي هو كان مفروض منافس لك. وانت عندك مثلا في حدود تاتة أربعة لعيبة مش في مستواهم. يعني بعيد خالص عن مستواهم. ورغم كده يعني بتعتبر ايه؟ فيه سبعة لعيبة في الملعب مثلا بيلعب. يعني أحمد لعب قادر ما كانتش في مستواها. أفشى ما كانتش في مستواها. السلية اللي هو مفروض بيعمل استمرارية الحقيقة في الأداء الجيد جدا. برضو ما كانتش في الحالة بتاعته الحقيقة. ودي يمكن من المباراة الأولية لأول. لأنا بشوف أن السلية ما يبقاش في حالته يعني. لكن أحمد عبدالقادر وأفشى الحقيقة. لا بعاد جدا وبعاد لدى. بس الفترات اللي فاتت أدوا مباراة كبيرة. كانوا برضو يعني في مواقف أو في مباراة أضافوا فيها. المباراة دي خاصة أنا كابتر نمضان مع الضغط العصبي. مع أنك محتاج تكسب. ممكن تلاقي لعبة موفقة. ممكن لعبة مش موفقة. إلا أنا يعني بعيب عليه في أحمد عبدالقادر في المرة دي. كرة مش ماشي معاة لازم أسهل أكتر من كيف. بالضبط. بالضبط. يعني إحنا دايما إحنا كلنا بنقول اللي أحمد عبدالقادر لعيب كبير. ولعيب مميز جدا. ولعيب عنده الحاجات اللي هي مش موجودة في أي لعيب كرة. مواقف واحد دي واحد. مواقف واحد دي واحد بيعملها بشكل جامد جدا. بس أنا لما أكون بلعب في مباراة أسامة والكرة مش ماشية معايا في مواقف واحد. خلاص. يعني أعمل إيه؟ كرتين تلاتة أم لعبهم بسرعة لمسة واحدة. وبعدين أم حاول مثلا في الرابعة. لكن ما ينفعش إن أنا كرة مش ماشية معايا. وفي كل مرة أنا عاوز أراوض. وعاوز أعمل اخترافات. يخلي بالك هو أحمد عبدالقادر لسه صغير في السن. خبرات بيكتسبها في الوراة الكبيرة. في بعد كده. وإحنا كان بيتقالينا وإحنا لعيبة. لو نازلوا كرة مش ماشية معاك كاللعيب. حاول تسهل الدنيا. بالضبط. بالضبط. طيب فيه نقطة إيجابية كتر بادارك كلمت فيها. والعديد من النجوم القدامى ونجوم الأهلي. اتكلموا فيها كمان. تعلق حسين وتعلق بيرسي تاو. جزء يراجع منه أنه هو دور المدير الفن. طبعا. يعني بيرسي تاو كان موجود السنة اللي فاتت. بس بيرسي تاو السنة دي بيقدم كورة ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت. هل كولر ممكن يكون زوت حاجات قدرات عند بيرسي تاو في التوقيت ده. خلاه يظهر بالشكل اللي احنا شايفينه في الأهلي. نفس الأمر حسين الشحات. بص أنا أقول لك حاجة. أكتر حاجة قدمها الكولر الحقيقة لبيرسي تاو وحسين الشحات. عنصر السكة. عنصر السكة ده حاجة مهمة جدا للعيب الكورة. مهما كنت مهما كنت مهريا بدنيا فنيا عالي جدا جدا وعنصر السكة مش موجودة عندك. بتفقد حاجات كتيرة جدا من العناصر المهمة جدا بنسبه لك. طبعا لذي فعلون كمان كهرباء. يعني بيرسي تاو وحسين الشحات وكهرباء. كهرباء ده كهرباء حالة لوحده. كهرباء حالة أنت ممكن حتى أقول لك حاجة أنت لو لو ديت بيانات لكمبيوتر عن كهرباء. ده ممكن يعني الكمبيوتر فارق مثلا. أنت راجل جاي من ست شهور قاف راجل ما بيتمرنش راجل ما بيلعبش مباريات بالصفة مستمرة. وييجي يقدم لك اللي قدمه ده. لا ده كهرباء أنا باعتبره العفز. يعني الفترة الأخيرة الحقيقة كهرباء أنا في رأيي أن العفز أنه هو الحقيقة في كل مباراة بيلعبها بيصنع الفارق. وكل مباراة الحقيقة بيصنع الفارق للنادي الأهلي. وكمان بيسجل في كل مبارياته الحقيقة. لا ده طبعا كهرباء لوحده. لكن أنا بقول لك حسين الشحات وبيرستاو. الحقيقة كل أرد أقدم لهم حاجة مهمة جدا. عنصر من عناصر اللي زي ما بقول لك يعني أهم عنصر في أقدمها اللعب الكورة. حيث في السكة. السكة أخلت الحقيقة بيرستاو يقدم بالشكل ده. لأنه هو أمن به الحقيقة من أول ما تعمل معاه بشكل كبير جدا. وكان يوظفه كبير راس حربة يعني مع كهرباء مع محمد شريف. ما هو ده هو ده سامن هو أمن به. يعني قال لك لا هو اللعب دوت أنا لو لعبته راس حربة هيديني. لو لعبته في المكانه الجناح اليمين أو الجناح الشمال حتى هيديني. فبالتالي لأ بيرستاو دوت بيلعب بالسكة غير الفترة اللي فاتت. وزي وبردك الحاجة اللي هي برضك الحاجة الإيجابية. وأنا بعتبر لازم طبعا نشيد بالجهاز الطب الحقيقة. إن بيرستاو كان عنده على طول إصابات في العدلة الخلفية. مش عارب في العدلة الضمة. لكن لا هم أمنوا بشكل كواس قوي. الآخر حاجة آخر فترة لما كان مصاب. لما خف وكان نزل التمرين وبتمرن بشكل كواس قوي. هم كمان قالوا لا ما يشاركش. إلا لما نأمنه بشكل كواس قوي. ولما يعمل السرعات. ولما يعمل الفنتات. يثبت في الملعب أكثر. بالضبط يثبت في الملعب. وعشان كده هو الحقيقة بقى الحمد لله. أولا الإصابات باعدت عنه. ومتمنى من ربنا طبعا أنه هو الإصابات تبعد عنه. لكن الاتنين دول يا محمد طبعا عناصر مؤثرة جدا 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 جدا. وإحنا بنتكلم عن خط الهجومة كابتن وضان. مش عايزين ننسى الخط الدفاع. أيمين برضو بواجبات مهمة جدا. محمد عبد المنعم. رمي ربيعا اللي رجعه بأفرما بعد ما كان فيه خطأ. وناس انتقادته. مباراة الداخلية رجع واستعاد ثقة مرة تانية. بنشوف في مباراة القطن الكاميروني. بنشوف في المباراة السابقة مباراة الهيال. وبيقدم برضو مستوى رائع مع محمد عبد المنعم. مع محمد هاني معالي معلول. خط الدفاع خاصة أن اللي عايز حقق بطولة. بتبتدي من النواحة الدفاعية الأول. مش النواحة الهجومة. طبعا. يعني يمكن. طبعا معه محمد الشناوي كمان. طبعا أكيد. أكيد ده محمد الشناوي عنصر مهم جدا جدا. في النواحة الدفاعية. في حراس المرمى للنادي الأهل. محمد عبد المنعم. الحقيقة أنا فرائي عامل سبات في المستوى. فترة اللي فاتت كلها. كل مبارياته هو عنده الوحيد اللي عنده كمان أنصر السرعة بشكل كويس. قوي قوي قوي. ومن خلال ديت بيقدر يغطي على عالي معلول في المساحات اللي بتفضى. وقرأ عالي معلول الحقيقة. ويقدم مباراته على مستوى عالي جدا. الحقيقة رامي ربيعة زي ما أنت بتقول يا سامة كان فيه خطأ. يعني ما كانش حد متقبله الحقيقة في مبارات الداخلية. ومش رامي ربيعة اللي يترأس بالشكل ده. أو يترأس بالشكل ده. لكن هو الحمد لله رجع تاني وفيه ثقة وفيه ثقة في أداؤه. وهو كمان عنده حقيقة حاجات يعني المواقف واحد الدواحد المواقف الكور العالية بتعامل معهم بشكل كويس قوي. فبالتالي لا طبعا علي معلول عامل سبات. يمكن بنقول طبعا مش هو ده علي معلول ما في خلال السنتين اللي فاته. وده الحاجة الطبيعية طبعا حي تتعنصر السن. لكن علي معلول فيه ميزة عن أي العيب في النادي الأهلي. لما بيكون مش في مستوى بيدك ستة أمن عشرة هو لما بيكون في مستوى يديك تمنيه وتسعة أمن عشرة لكن لما يكون حتى مش في المستوى بيدك ستة أمن عشرة. فدي كمان من الحاجات الجميلة اللي انت بتقدر تشتغل وتعتمد على لعيبي كورا في الملعب. فيه لعيبي كورا في الملعب يخوم يديك تسعة وبعدين في ماتش يديك اتنين. لأ ده أحنا عايزين اللي يبقى مستوى أنه رايب دائماً. أنا اللعيب اللي هو لما تيجو تقيومه هو مش في حالته ويبقى في 6-18 هو ده اللعيبي نفتاه تعتمد عليه الحقيقة طبعا محمد هاني الحقيقة جات له فترة كان طبعا كان بيعت خالص وبعدين جات له فترة بعديها بقاله فترة كبيرة جدا كان رجع لمستواء وقدم مباراة على مستواء عالي جدا 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 وحتى في طولة العالم الاندية الحقيقة كان مميز جدا جدا ورجع بعدها قدم مباراة على مستواء عالي جدا احنا بنتمنى بس بالنسبة لمحمد هاني يبقى فيه ثبات يعني يعمل استمرارية بقى ما نعملش مثلا خمس ست مبارات وبعدين نعمل مباراة قليلة لا فيه ثبات يا محمد في المستوى أعتقد أن انت هتبقى باقي يمين النادي الأهلي وباقي يمين منتخب مصر آه وباقي يمين منتخب مصر لأن محمد هاني عنده إمكانيات الحقيقة يقدر أنه الحقيقة يشتغل بشكل كواسي أو إذا كان مع نادي الأهلي أو مع منتخب مصر زي ما تكلمنا يا كابتن رمضان عن هدف كهرباء الأول هدف اللي أنت بتقول هدف حلو من هدف خطيب هدفين حسين الشحات التانين هدفين فيهم مهارة تحرك الهدف الأول فيه تحرك جيد لبيرستاو وفيه ربط مع بيرستاو والهدف التاني ما رأينا أعطيه بحطاله والهدوء بقى والسكة والمهارة تمكن يعني أنا في رأيي أن حسين الشحات رجع لفورما أنك تبقى وهو موجود في الملعب أنت بتصك فيه أنه هو مثلا ممكن يجيله أربع فرص ولا حاجة هيجيب لك اتنين هيجيب لك تلات فرص هيجيب لك واحدة مش هديع فرص كتير فيه تمكن الحقيقة حسين الشحات وصل لفورما الحقيقة فورما عالية جدا جدا وبالتالي أنت تصك فيه أنه هو خلصتك مباريات طبعا بيرستاو وأنا برجع تاني أنه هو حتة صناعة اللعب وحتة أنه هو كما بيحرص هداف طيب بكرة بنسبة كبيرة هيكون أو يعني بشكل مؤكد هيبقى علي لطفي إن شاء الله في حرصة مرمى النادي لقالي النهاردة كان فيه راحة لمحمد الشناوي أنا شايف ده نقطة إجابية يا كابتن رمضان أنك مع توالي المباريات أكيد لازم تدي راحة لعدد من العناصر الأساسية وكمان تدخل العناصر اللي هي بعيدة شوية عن المطشطة عشان الفترة جاي بقى فيه ضغط كبير جدا طبعا توقيت مهم ده الوقت طبعا توقيت مهم جدا يا محمد والحاجة اللي هي المهمة أنه لقالي عدد مبارياته اللي بيلعبها لحقيقة في الفترة الأخيرة عدد مباريات كبير جدا 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 لو أنت اعتمدت على 11 واحد بس أو 12 واحد بيشتغلوك في المبارات دي أعتقد هيحصل إجهات بلزبت 100% مش حدش يقدر يكمل معك زي يمكن الموسم اللي فات لما حصل أن احنا وصلنا لمرحلة كان خلاص طبعا يعني الإشادة الكبيرة جدا 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 لكابتن محمود الخطيب الحقيقة اللي ادى لهم راحة سلبية كان قرار مهمة كبتر مدوان كان أهم قرار وقرار جريء في التوقيت ده انت عارف يا أسامة القرار ده إيه القرار ده كأنك انت اتعقدت في يناير مع اللعبة دي كلها اتعقدت معاهم بمستواهم بقى كل بدء الموسم فرش أولا لو اللعبة دي أسامة لو ما كانوا مش خدوا راحة سلبية كان هيرجعوا لك مبطلين كورة مفيش شوالة واحد فيه ما كان هيقدر يكمل فده القرار ده كان قرار يعني من القرارات المهمة جدا 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 لعدد اللعبة دي اللي أعدد لأنك انت خلاص رجعوا تاني المستواهم وكل واحد رجع لفرمته الحقيقة وده كان قرار مهم جدا جدا علشان كده السنة القادمة إن شاء الله نوسم الجديد اعتذار النادي الأهلي على البطولة العربية كان الهدف ده برطو الفترة دي فترة راحة فترة إن اللعبة تعمل فترة إعداد مع المدير الفني علشان كده برضو القرار مهم جدا إن اللعبة ما بقاش فيه التلاحم بتاع الموسم مع بعض طبعا يعني أعتقد دي حقيقة حزبة فنية على مستوى عالي جدا 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 يعني النهاردة لو دخلت في البطولة العربية ودخلت في بطولة أفريقيا لو دخلت في بطولة الكاس لو دخلت ماشي في بطولة الدوري لو كنت كمان كملت في الربطة ده تدمير للاعبة النادي الأهلي كان تدمير يعني كنت ممكن بعد حوالي مثلا بالكتير أربع أسابيع كنت هتلاقي نروح للحالة اللي احنا وصلناها في نهاية الموسم اللي فات طبعا قرارات كلها قرارات طبعا متأخدة طبعا من واحد من عمالكة الكرة وأساطير الكرة الحقيقة كابتن محمود الخطيب طبعا فبالتالي الحاجات دي كلها محسوبة قدام بالمناسبة هاي كابتن أسامة جانب من تدريبات الفريق يعني دي لقطات منذ لحظات في ملعب التلش بالجزيرة كان ميشيل يانكو يدرب علي لطفي دلوقتي تدريبه هو لمصطفى شبير وعلي كمان بيشارك معهم في التدريب مصطفى على فكرة حتى الفطر فاتت لما كان عنده مشكلة في عينه كان برضو بيحاول قادر إن كان يكون موجود مع الفريق لأنه شايف إن فيه فرصة يعني كولر هيدي فرصة للجميع الفترة جاءة قد الرمضان فمصطفى حاسس برضو إنه هيجي في توقيت ممكن إيه يبقى علي ممكن يريح ومصطفى يلعب فبالتالي كله عايز يشارك كله عايز يكون متواجد في التشكيل أساسية كله جاهز كمان كمان حمزة على يعني حمزة على خبنة الولمبي وكل اللعبة والميزة عند مارسل كولر إن كل اللعبة عندها جاهزة كل اللعبة فرمة عشان لو يحتاج أي لعيف في أي مباراة قبل ما نروح لمباراة المحلة غدا المباراة المهمة جدا بطولة الدوري السؤال بقى بس خارج مباراة المحلة رجل سيد معوط بتتفرج عليه ولا بتفرجش طبعا طبعا بتابعه طبعا بتتدينه تعليمات لما بتتدينه نصايح لما بتتفرج عليه طبعا طبعا يمكن هو أسامة طبعا ما شاء الله هو عمل مباراة مباراة الحقيقة يعني مباراة كبيرة جدا فاينول اه فاينول اه كسبه الندر كل بطلات واحد اعمل شوت تاني حاجة بيعمل كرات عالمية الحقيقة حاجات الاختراكات اللي هي فيها السرعة وفيها المهارة واستخدام المهارة في الفينيش كمان هو يمكن بس أنا يعني لما بيجي أوجيه بوجيه في حاجة هو لما اللعبة ما بتلعبش معاه كتير بيتدايق ويزعل هو بيتحرك كتير قوي وبتحرك تحركاته كلها بسرعات وسرعات قوية جدا مجرد بس ان حدا هيربط معاه اعمر ممكن مثلا يبقى حاجة جمدة جدا كمان لكن هو الحمد لله ماشي بخطوات كويسة قوي وبيصنع هدف بشكل كويس قوي كمان هو يمكن ما عندوش حتة الطمع فبالتالي هو بيصنع هدف بشكل كويس قوي 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 واحنا هنا في قناة الاهلي في برنامج الأشبال كمان مغطين طبعا طبعا بمزيع المباراة ان شاء الله بدأ يسمع بشكل كبير وان شاء الله قريبا نشوفه بقى في الدرجة الأولى في الناد الاهلي ويكون واحد من نجوم الناد الاهلي ان شاء الله قريبا برحة أسامة المباراة الحقيقة عمل كورتين يعني كورتين بتوع ميسي وبتوع مرادونا الحاجات اللي هي الجامدة قوي ان هو يختارك بالكورة وبسرعة بجامدة جدا وفي واحدة شاء الله فوق الحارس راحت خبطت في القايم والتانية نفس الحكاية عملها ببطن رجليه في البردق جامب القايم لا هو من الحاجات الكويسة قوي الحقيقة واخد ايه من الكابتن سيد معوض او واخد ايه من كابتن رمضان السيد بصة انا اقول لك حاجة عنده ميزة ان هو سكورر يعني بيعرف ايه بقول وعنده حتة السرعة مميز جدا بحيث السرعة والسرعة ايه من غير كورة بكورة عنده الاختراكات اللي بيشتغل بيها من التلت الهجوم الحقيقة وبيروح في سرعات باختراكات بكورة بيعملها بسرعة جدا يمكن هو بيمتاز عني وبيمتاز عن سيد ان هو بيعرف يجيب جول بشكل كويس او كتنسات برضو كان بيجيب جواس يعني السيد كان لعيد كبير او كان بيصنع اكثر مباراة المحلة بكرة كابتر نمضان بقى مباراة مهمة بكرة نادي الاهلي افل الملف الافريقي تماما التركيز بكرة منصب على مباراة مهمة جدا خاصة ان بطولة الدور السنادي نادي الاهلي عينوا عليها ومركز عليها بشكل كبير طبعا بص يا عسيما احنا رغم التفوق اللي احنا عاملينه في عدد النقاط بس احنا برضا يمكن كل ناس بشوفها بتحسب على الزمالك لا انت لازم تحسب على فيوتشار وبرمز ان هم اللي روابين منك اذا ما لك بعيد خالص البونت باعد باعد خالص فبالتالي انت مفروض في كل مباراةنا اللي جاية ما نفقدش ابناط نحاول ان احنا نتخلص مباراةنا اللي جاية بمجسعة عشان نحسم البطولة بدري بدري يعني نقدر ان احنا ان شاء الله بإذن الله نقدر عن كل تات اربع مواسم الأخيرة نقدر نحسم البطولة بدري ان شاء الله مرات المحلة فرقة كويسة قوي وفرقة بلعبوا كوراة كويسة قوي وفي مركز متقدم طبعا وعملين كمان نتاج إيجابية وعملين أداء كذبوا الاتحاد كذبوا الاتحاد اه كذبوا الاتحاد اه كذبوا الاتحاد معلويات برضو مرتفعة طبعا طبعا فموراة كبيرة ولازم نعمل حسابها بشكل كويس قوي لازم مستر كورر برضك يعمل حسابها بشكل كويس قوي وحتى يعني مثلا حتى هو بيريح لعيبة لا بس ما بيبقاش العدد كبير الحقيقة يعني أفروض يبقى هيك الأساس بتاعك موجود ويمكن بترايح اتنين لعيبة ولتات لعيبة ولا حاجة يبقى نقدر نحن نغطي الحاجة دي يعني نصيحة الكابتر رمضان لكولر قبل مرات بكرة تحافظ على القوام الرئيسي ممكن في كل خط يعني اتنين أو تلات لعيبة ممكن ترايحهم علشان يستمر الناد الأهل في صدار الدولة وده مهم جدا إسامة مهم جدا أن أنت وانت بتحاول أن أنت توصل الحقيقة لدور القابل النهائي في أفريقيا دور الأبطار الحقيقة أن أنت كمان في نفس الوقت مباراة الدوري لازم تحافظ برضك على المستوى ولازم تحافظ الحقيقة على الهيكل الرئيسي بتاعك عشان تعمل نتاج إيجابية عشان تكسب مبارياتك عشان تفنش بدري إن شاء الله بإذن الله طيب مسامة الدوري السنة يا كابتر رمضان شايفها إزاي؟ في ظل كمان إنك بتواجه صعوبات ومعوقات الله أعلم كانت تكون لأسباب ممكن يعني تقنية أو أي أسباب مادية عدم وجود تقنية الفار النهار ده مثلا في مباراة الزمالك والمصر في ديها 15 ضرب الجزاء مؤكدة للمصري كارتة أحمر أكيد لمدافع الزمالك ومع ذلك ما تحسبتش وكابت المحمول ناجي بمشي اللاب مبارا حاليان دلاتي المصر المتقدم 3-2 لكن بشكل عام في عدم وجود تقنية الفار إن فيوتشر وبيرامتز هما أقرب المنافسين للأهلي فالصورة العامة للمصابة السنة طبعا زي ما قلت لك هو طبعا أنا في رأيي إن الزمالك بعد يعني بعد بشكل كبير جدا إنه هو يواصل الحقيقة المنافسة على طولة الدول لكن هي المنافسة دلوقتي بين بيرامتز وفيوتشر اللي هما وراء النادي الأهلي والنادي الأهلي أعتقد إنه هو مش هيفرط في ابناط عشان ما نوصلش للموسم اللي فات أو الموسم اللي قابله بعد ما كنا متقدمين يا أسامة للأسف شهيد في بعض المباريات فرقت معنا بشكل كبير جدا بالنسبة للفار الحقيقة أنا في رأيي يعني بطولة بدأت بالفار يبقى لازم تنتهي بالفار ما ينفعش أنت تتيه في وسط الموسم وبعدين نبص نلاقي لا مش موجود يعني أقول لك مباراة المحلة فيها هدف لو الفار موجود هتتحسب محل أو الاتحاد النهاردة مثلا ضربة الجزاء ولا الفار بقى عنصر حاجة مهمة جدا مش عايزين نبتديها كلاتنبيرل كان موجود وعمل حالة في التحكيم المصري وشفنا تطور ومشفناش 17 نادي اشتاك كان فيش غير نادي واحد بس الكنبي يشتكي دلوقتي أسحب الفار يعني هو أنا كل ما أتقدم خطوات ترجعوني ورا بالضبط لا والخبير البرتغال اللي دي عايز يطور هم حاسين هو عيطور كمان طيب الفار الحقيقة حاجة مهمة جدا كرة في العالم مش بنتكلم في كرة في مصر كرة في العالم كلها بيستخدموا الفار والفار بقى حاجة مهمة جدا وحاجة مساعدة طبعا بتساعد الحكام وفي نفس الوقت إنك بتبقى يعني الحقيقة بتدي لكل الاندي حقه يعني كل انت بتلعب 18 نادي كل واحد بياخد حقه وما فيش مدير فني يطلع يقول يا كابتن انت ظلمتين كرة رات الجزاء في فار يعني النهاردة قبل الفار الحقيقة الأخطاء اللي كان بتتعامل ما كانش حد بيلحقها خلاص أنا صفرت كحاكم خلاص ما حدش هراجعني النهاردة لأ ده الحاكم بيخرج برة ويشوف هو أخطأ ولا ما أخطأش وده تطبيق العدالة الحقيقة فيها عدالة بالنسبة كبيرة جدا الحقيقة بكي طيب برضو في جزئية تانية بغض النظر عن فريق النقاط هل نقدر نقول المسابقة خلصت ولا لسه المشور طويل المنافسة 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 هقول لك حاجة هي المنافسة كانت دايما بتبقى بين الأهل والزمالك أنا في رأيي المنافسة خلصت بين الأهل والزمالك لا محمد سعيد للسؤال مش كيف أقوى أصدو كابتا نضار هل الناس اللي بتقول إنه ناد الأهلي خلاص حسن بطولة الدورة هل المقولة دي صحيح أنا كنت لست هو عازي وصل أنا لست أكمل لك يا محمد وهكلم هكمل لك يا أسامة أنا بقول إن المنافسة بين الأهل والزمالك على بطولة الدورة لا خلصت خلاص لكن أنا بقول إن فيوتشر الحقيقة وبرمز الحقيقة ماشيين برضا بخطوات كويسة قوي وماشيين وراء النادي الأهلي فبالتالي لا ما تقدرش تقول النادي الأهلي حسن بمنافسة لسه بدري لسه بدري لسه فارق النقاط طبعا فارق عرض المباريات مش كبير المؤجلة للأهلي دلوقتي أعتقد ممكن يكون يوصل لخمس مباريات مؤجلة لكن أنا بقول إن النادي الأهلي مطالب الحقيقة في الفترة اللي جاية وإحنا عندنا الحقيقة كان الموسم اللي فات والموسم القبلي كان عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 إحنا فقدنا ابناء كتير جدا وللأسف شديد فقدنا بطولة الدورة بكرة إن شاء الله قرع الدورة أبطال أفريكا لدور التماني الأهلي الثلاث فرق الحقيقة والثلاث أندية منفسها هتبقى قوية جدا 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 تصنيف معنا على الشاشة طبعا الحقيقة مستوى الأول سانداونز الترجل وداد الرجال مستوى التاني الأهلي سمبا شعبت القبائل شباب بوليزداد أنا أولا بتفائل في دور الأبطال لما بيطلع المركز التاني يعني لما بيروح للمركز التاني دوت وبالعافية أي فرقة من الثلاثة هقولك حاجة الفرقة كلها هي اللي تعمل حساب إنه ما تجيش مع النادي الأهلي مش النادي الأهلي هو اللي يقول إنه نفضل مين أم نفضل شمين أي فرقة في الثلاثة لا وخصوصا بعد العودة الكبيرة اللي احنا رجعنا بيها احنا رجعين من يعني بنسبة روحنا لنسبة 90% نحن مش هل نوصل يعني لو ضربت الجزاء جت في دقيقة 90% نحن برا المسبة أنت عشان ترجع من الحالة دي لعبة النادي الأهلي والنادي الأهلي بالعكس هيدققوا في كل دقيقة هيلعبوها مش كل بقى ثانية كل ثانية هيلعبوها كل دقيقة هيلعبوها أعتقد إن النادي الأهلي قادر على أي فرقة من الفرقة دي إنه يتعامل معها ويتعامل معها اللي هنقول نبن عن ده أو نفضل ده أو نبن أي فرقة في التلاتة إحنا قادرين عليها طب أنا وزميني محمد سعيد عملنا قرع على الهوى هو سحب الرجال المغربي وأنا برضو سحبت الرجال المغربي بكر كابتل رمضان السعيد يشاركنا دلوقتي يعني في سحب القرع قبل انطلاقها بكرة الرسمية إن شاء الله فكابتل رمضان السعيد الشاركنا دلوقتي قرب كده قرب الوعات من حضرتك الوداد اعمل الورقة كده يا كابتن أيوا تحت 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 لا تحت كده الوداد المغربي إذن كابتن رمضان السعيد يابدو الطريق لك مباشر يعني يعني طريقنا المغرب واضح كده أن طريق المغرب واضح أنا بقول لك يا محمد يا أسانا اطمئنه أي فرقة في الثلاث فرقة هتلعبنا هم اللي يعملوا حسابنا وإحنا إن شاء الله بإذن الله هنعمل تفوق عليهم طيب المباراة الأولى في القاهرة أي أن كان المنافس سواء الترجي أو الوداد أو الرجاء والمباراة الثانية هتكون خارج مصر تفرق في الحسابات الفنية ولا ما بتفرقش مع الفرقة الكبيرة لا مع الفرقة الكبيرة ما تفرقش وأولا كان زمان يقول لك أنا في المباراة في القاهرة لازم أكسب تات أربعة عشان نعمل اسكور عشان نتيجة الكرة ما عديتش كده دلوقتي الكرة أنت ممكن تكسب هنا واحد وتروح هناك تكسب أو تتعادل يعني لا الكرة ما عديتش زي الأول أن أنت مثلا في ملعبك تكسب تات أربعة تجوال وأنت أقول لك حاجة في القاهرة لو بتتقدم مثلا بهدفين ده كافي بشكل كبير جدا جدا في ظن إحنا النهاردة إزاي بنعرف نقفل إزاي بنعرف الحقيقة نديق مساحات إزاي بنعمل تغطياتنا إزاي بنضغط كل الحاجات دي موجودة عندنا بشكل أو في النواحة الدفاعية وفي نفس الوقت إحنا ما شاء الله الفترة الأخيرة إحنا في النواحة الهجومية طبعا إحنا الحقيقة مستر كولر الحقيقة عامل ربط في التلت الهجومي بشكل مميز جدا 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 إذا كان حسين الشحات مع كهرباء أو بيرستاو مع كهرباء أو بيرستاو مع حسين الشحات حسين الشحات مع بيرستاو مع كهرباء لا فيه ربط بشكل كويس قوي الأجناب بتاعتك إزاي بتزيد بيها أو بيزيد بيها الراجل وبيعملها كمان إنه هو مثلا لو زبد عالي معلول بيثبت محمد هاني لو زبد محمد هاني بيثبت عالي معلول طبعا ممكن كولر كمدير فني في دور الستاشر في دور المجموعات بيلعب بطريقة ولا المدير الفني دايماً بيثبت التشكيل أو بيثبت الطريقة طريقة اللعب ملعب بين طريقتين لعب ممكن 4-2-3-1 4-3-3 للمؤراء خارجية ولا دايماً كمدير فني بيشتغل على النقطة دي هو سيما مش هيخرج عن 4-2-3-1 أو 4-3-3 مش هيخرج عن طريقتين دول الحقيقة لكن هي مش حكاية مساميات بردك الطريقة قد توظيف حاجة والحاجة التانية إنت إزاي الجماعية بتاعتك اللي بتعملها وانت يعني زي ما قلت لك لسه كنا بيتكلم دلوقتي أسامة مروان عطية أنا باعتبره يعني من الصفقات المهمة جدا 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 وهو مستقبل خط وسط نادي الأهلي ومنتخب مصر وهيبقى يبقى أساسي يعني هو يبقى يبقى أنا بقول لك من بارات أسوان قلت الراجل دوت لا هيلعب على أي حد وهيبقى رقم واحد في منتخب مصر أنا في رأيي كمان إنه هو يعني في نادي الأهلي أثبت وجوده لا هو كمان في منتخب مصر هيثبت وجوده إنت لما بتوصل بقى للتوليفة اللي هي تقدر بها النواحة الدفاعية تتعامل بشكل قوي جدا والترحيل والحاجات دي كلها وعندك أوراق تقدر تنفذ لك النواحة الدفاعية والنواحة الوجومية أعتقد ده بيبقى طبعا الحقيقة إنجاز كبير جدا لكولر إنه هو يوصل بالتوليفة دي إحنا عندنا توليفة وصنالها وعندنا كمان دكة قوية جدا هي اللي غيرت في المباراة السابقة؟ آه طبعا يعني إحنا مباراة الهلال اللي غير لنا لنتيجة المباراة واللي أمنها لنا كمان آه إحنا مثلا حتى 2-0 كان في خطورة إنك إنت ممكن في الدقيقة ده قدر الله مثلا 90 ولا في آخر المباراة يجي جول لا ده إحنا كمان التغيير أمن كمان النتيجة حمد فاتحي آه طبعا طبعا يعني الحقيقة لا إحنا بقى عندنا دكة قوية جدا 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 هو طبعا ما فيش شك سان داونز صبعا سان داونز تيم قوي جدا تيم قوي جدا جدا بس أنا برضك نفس الحكاية زي ما تكلمت على الثلاث فرق اللي معنا لحينا ممكن نقابلهم برضو نفس الحكاية إنت مقابل السان داونز في المباراة إن شاء الله بإذن الله النهائية أو هرجع أقول معلش بدون نقطع كلامك يا بطالب مباراة النقطة المباراة المولين اللي تحطت قبل مباراة سان داونز هناك طبعا فرقت تيم دي كانت نقطة عائق كبير جدا لنادي الأهلي بس هي كتعائق كبير جدا لنادي الأهلي بس إحنا أخطأنا فيها لأن إحنا برضك أنا في رائي إحنا نطول بنشيد بمستر كولر الحقيقة أنا في رائي مباراة المقابلين كان لازم يلعبها بالبدلة لازم يلعبها بالصف الثاني وكان يسيب اللعبة للأساسية بتاعته بس في حاجة تانية يختلف معك فيها اتفضل لو هو بلا عايز لعب بالصف الثاني وانت لسه بطولة الدور لسه ما حسمتهاش هل النهاردة أجازف برضو بطولة لسه فارق النقاط لسه ولسه ما زال فيها مباراة كتير هل أعمل تغييرا كبيرة في الشكل ما هو لك حاجة سامة انت بتتكلم على إيه بطولة لسه فيها مباراة كتيرة بطولة الدور كان فيها مباراة كتيرة هتتلعب لكن المباراة سانداونز دي مباراة مباراة صعبت لنا الحقيقة الموكب بشكل كبير جدا طيب عايز أقولك كبيرة رمضان يمكن انتهت مباراة المصر والزمالك بفوز المصري 3-2 أيضا كمان فيه نتائج أخرى يمكن فرقه والدخلية 0-0 أسوان وسموحة تعادل إيجابي 1-1 أسوان وسموحة 1-1 طبعا النتيجة اللي هي بتاعت مصر والزمالك نفس الكلام في السكة اللي احنا ماشيين فيها ونتكلم فيها إن الزمالك بعت خالص يعني الزمالك دلوقتي انت بتحسبوش في المنافسة على بطولة الدورة بتحسب فيوتشار وبتحسب بيرمس أكيد أكيد شرفتنا ونورتنا كبتر رمضان وكل سنة وحاجك طيب ودائما منور بيتك كنات الله يخليك سام شكرا لك كل سنة طيبة يا محمد كل سنة طيبة يا سام وبخير دائما يا سام الله شاء الله طيب ده كان مهم جدا الكلام في الأمور الفنية وبالتأكيد مع واحد من نجوم النادي الأهلي وأحد أبرز المحللين الكابتن الرمضان السيد الحديث عن مباراة المحلة الحديث عن التفوق والتأهل للدور ربع النهائي ولكن أرعي دورة أبطال إفريقيا بكرة حديث الشارع الرياضي الإعلام والنقاد الرياضيين رؤيتهم كمال لمشوار الأهلي في دورة أبطال إفريقيا كل ده أكتر ولكن بعد الفاصل مع الزميلين العزيزين الأستاذ عبد الحكيم أبو عالم والأستاذ أيمن جيلبرت طيب احنا بالتأكيد معكم في الصهرة مستمرين في تخطيط الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وبالتأكيد بنشوف الجديد خلال الساعات اللي جاية وبقرة أرعي تدوري أبطال إفريقيا كل القرى الإفريقية هتكون يعني لنظرات نحو إحدى فنادق المدينة السادس من أكتوبر هيتم فيها إجراء مراسم أرعي تدوري أبطال إفريقيا الأولي كونفدرالية الساعة 8.30 ودوري الأبطال حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة طيب الفقرة دي بالتأكيد هنشوف رأي النقاد الرياضيين المحللين رؤيتهم كمال للأرع وكمان مباراة الدوري تقنية الحكم الف legile المساعد غياب التقنية خلال الفترة اللي جاية مباراة نهاية الكاسمة بين الأهل وبربنز وكل دا بالتأكيد هيكون مع اتنين من نجوم النقاد الرياضي الأستاذ عبد الحاكيم أبو علاما النقاد الرياضي بالأهرام أصلاح ابن حكيم أهلا بيك أهلا بيك كل سنونا ومنطيبين رمضان كريم أهلا بيك ومعانا كمان الأستاذ أيمن جلبرتو النقاد الرياضي والمحلل الفني بالنور الدنيا جهزين عشان نسحب. نبدأ سخنة على طول. يلا بي. ايه رأيكو في موضوع الفار? اللي مش موجود في الدولة. تفضل خال. خال الاول. طيب. بص اولا الازمة دي. لازم نعترف. ممكن انا كنت بتكلم مع صديقه لست محمد في الموضوع ده. ان الازمة دي تعود للمهندسة احمد ميجاد. اه. هو اللي قاعد سنة كاملة ما يدفعش الفلوس. فلوس الشركة. اه. رغم ان انا تفرجت على الان طرق اللي هو قال ان التقنية نفسها دي الفرجن الاول اللي عمل فيه. وفيه تقنية فيه اكتر من تحديث نزل تاني. بس انت دلوقتي الشركة اللي انا حسب معلومات انا وستطيل ان الشركة لها فلوس. ونهاية السنة دي العربيات التلاث عربيات اللي هم جابوهم هيقولوا بالتبعية اللي اللي الاتحاد المصر للكرد القدم يبقوا ملكية ليهم. فبالتالي هو لو استنى لنهاية الموسم مش عارف ياخد فلوسهم. بمعنى ان خلاص التقنية نفسها كل العربية اللي هي موجودة دي هتروح لمين؟ ملكيتها. ملكيتها بحكم العقد اللي اتعمل في عهد الاساس عمر الجانين هتقول ملكيتها الاتحاد الكرة في مصر. فبالتالي انت بش تعرف تاخد فلوسها كشركة. انا بتكلم هنا بوجة نظر الشركة الاسبانية. فهو قال لك لأ ستوب ما تطلعوش مش هنشتغل للا ما اخد فلوسنا. طيب راحوا ايه اللي حصل دور على الموضوع اكتشفوا ان الفترة بتاعت المهندس اللي هي اللجنة الاحدية اللي كان بتدير اتحاد الكرة اكتشفوا ان هو ما كانش في حد بسدد فلوس. خالص. خالص. ولا جنيه دفع. ولا جنيه طوال السنة دي كلها الدفع جنيه. بالتالي انت لما جيت حتى للمجلس اللي موجود نفس الموضوع معنا دلوعة مش عارف ايه الموضوع. طب الفلوس دي ما كانش بتدفع حاجة انا ادفع ليه. فالأزمة فضلت متواصلة. حاولوا سافر حد ازمان يحل الموضوع. نفس الموضوع اللي احنا فيه. الشركة مصممة على الفلوس اللي كانت طبقا للعقد. وبتقول لك اللجنة الاحدية قالت لك مش هندفع فلوس. ففضلت الازمة دي لحد ما انا سألت لك ايه استوب. مش هندفع فلوس الا ما نشوفوا الموضوع. هم بيحاولوا يعني خلال اللي انا عرفته من شوية ان خلال 48 ساعة 72 ساعة بعد دخل وزير ممكن الموضوع يتحل وترجع تقنية الفيديو. بس طبعا اللي بيحصل وخاصة في مطش المصر والزمج النهاردة شيء كارسي. كارسي بمعنى الحرف يعني. اخطاء وطح. في ضربة جزاء يمكن حتى. انا شفت الكابتن حسان حسن قبل ما ندخل دخل الملعب. مزل الملعب. مزل الملعب. فراكننا عشان كنا على الهوف. لا 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 ده فيه كرة يعني دخل الملعب. لان كرة. انا مش هقولك ضربة جزاء واتخذ مثلا اجراء. خلنا في ضربة الجزاء. انا مش هقولك انذر او طرب. لان خلنا في ان فيه ضربة جزاء كانت وطحة. ما تقبلش اي يعني لابس. لو فيه تقنيت فيديو كان رجع. مش تقنيت فيديو زي بتاع السنتين اللي عدوا. لأ تقنيت فيديو الحقيقة اللي ما تطبقه في ربا. لأن السنتين اللي عدوا مكانتش بتطبق تقنيت فيديو برضا. فالطبع ربا كان خلاص. ضربة جزاء. طبعا نتمنى أنها ترجع خلال اليوم اللي جاي. لأن طبعا الدوري في مباراة مهمة جدا. جدا. خلي بالك أنت عندك دوري صراعي لهبوط تحت. مشتعل بشكل كبير. عندك الصدارة النادي الأهلي هدفه كبير السنة دي. فأنت جاي دلوقتي في مرحلة مهمة. وحاسمة دلوقتي. وتقول أن ما فيش فاردة يعني كارسة. لأ طبعا موضوع صعب جدا. وموضوع غريب أن كان عندنا وقت. يعني الفترة الفات دي كان فيه وقت. اللي هي مثلا الفترة بتاعت أن فيه مباراة أفريقية. فمباراة الدوري أقل شوية. بعد كيف فيه توقف دولي. يعني التوقف دولي ده كان طويل كم. ما بداش نقول له هو. يعني توقف دولي مدته قصيرة. لا. ده توقف دولي طويل. وبالتالي إن الموضوع ما يبقاش بيتحل في الفترة دي. كمان نرجع زي ما سوزعف حكيم كان بيتكلم. إن كان فيه تصريحات أصلا لرئيس اتحاد الكورا والمسؤولين في الكورا. إن أحد المسؤولين سافر أسبانيا عشان خطر التحدثات. بتاعت التقنية. بتاعت التحدثات التقنية. وإن احنا هنعمل أب جريد. وإن احنا اتفقنا على جدولة إن الموضوع نتعامل بسعر الصرف اللواء قديم مش الجديد عشان خطر. كل ده فين. النهاردة اتحاد الكورا نفسه مش ليه فلوس عند الانداة كان بيطالب بيها قبل الانتقالات بتاعت يناير والأزمات الشهيرة اللي شفنا بتاعت القيد. طب النهاردة انت ليك عند مسلا نادي تمانين مليون. ليك عند نادي عشر مليون. ليك عند نادي عشر مليون. ما انت لو لميت خمسين في المية من المستحقات دي تقدر تسدد النهاردة المستحقات اللي عليك. سواء بقى للحكام للبار. يعني لكن النهاردة انت ما بتلمش. محسنة ان الانداة دفعت المستحقات بتاعت الموضوع. يعني الانداة ما سمت معلش انا. اه لا 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 يعني الانداة دفعت كل الفلوس الخاصة بموضوع التحكيم وتقنية الفيديو. يعني الفلوس دي مدفوعة. اوكي كده مدفوعة. فما فيش اي سبيل او اي مجال لك تقول انت ما دفعتش ليه. لا والنهاردة كمان زي ما بنتكلم نقول صراع الهبوط في يعني في كازا اكتر نتكلم ممكن تمن فرق. تمن فرق ممكن يكون مسلا بنفس في الوب. خطأ ممكن يؤثر على فرق بشكل كبير جدا. التنافس الافريغة كابتن اسامي. لأ. عندك مباراة بكرة مهمة جدا امام غزل المحلة. لأ والتنافس كمان في المربع الزهبي. يعني في اندية بتحلم نتلع دوري ابطال. عايز تكمل في الكون فيدرالية. فالنهاردة. المقاولين ماشي بنقطة بنقطة نعزمك على فكرة. النهاردة المقاولين ماشي بنقطة نعزمك فب bid. يعني ليه هنخش في النفس الحزبة ونفس الأزمة. هي. انا شايفها. انها هي لا الناس. النهاردة لازم تخش وتدفع. خصوان بقى كمان إيه. انت تذوقته يتصدر لك. ان نهاء الكاس احنا عايزين فار طيب. احنا كمان عايزين فار. اتستخدمت كده. احنا كمان عايزيين فار. انا احنا بجري. احنا مش عايزين فار في نهار يعني في مطشاة زي كده خصوًا إن المنافس بتاعك في نهائي الكاس ما بيطلبش غير حكم أجنب في مطشاة فهو ده يعني آسل شوفنا المباراة الأخيرة اللي كانت في مطولة الدوري يعني بص كابت النسامة أنا مش قصدي مش قصدي حاجة وجي على مبارتك لا ده ده لما تسأل وقتها أنت ما طلبتش ليه قال لك أصلاً الحاكم اللي جاي كويس قال له تبعرفت منين لا أنا أنا مش عايز ليس كل ما يعرف يا طهر أنا مش قصدي حاجة يعني سيئة بس النهاردة طالما أنت بتطلب حكم أجنبي المباراة معينة ده معنا أن أنت يعني كمنافس لأ أو أنت كمنافس عندك مشكلة أنت شايف أن الحكام بيجوا معك في المباراة معينة عنده طب فالنهاردة أنت ليه تحط حكم مصري تحط عليه ضغط ليه كمان هتحط المباراة من غير تقنية فيديو وليه النهاردة أصلاً يبقى فيه كلام إن وزير الشباب والرياضي بيتدخل عشان يحل مشكلة وجود تقنية الفيديو يعني هل الموضوع كبير قوي كده عشان خاطر أن الوزير بنفسه يتدخل لأ دي مفروض دي أبسط لما الوزيرة يتدخل لما الوزيرة يتدخل يحيل الأمر كاملاً بزبط للفار الوزيرة يدخل للفار الوزيرة يدخل للقيد الوزيرة يتدخل عشان الملعب الناس المسؤولة عن الكورة أصلاً بتعمل إيه هي دي الفكرة كلها ساحكين في سؤال مهم عشان بس نقفل قزئية لتقنية الفيديو طيب سنة كاملة اللجنة الثلاثية الأحدية الأحدية طيب ما دفعتش المستحقات رغب أني في السنة دي تحديداً اللجنة صرفت فلوس كتير جداً في مشروع الهدف وفي حاجات كتيرة وفي تعاقدات مع جهزة فنية وفي إنجادة واتنين مساعدين طيب كل المصاريف اللي اتصرفت دي طيب ليه ما صرفش في موضوع التقنية إيه الهدف إحنا أكتر ناس نعرف نحط حجك قالك إيه إني التعاقد ما كانش واضح طيب ما التعاقد ما كانش واضح طيب ما حدك تسعى أنك تعمل فيه تعاقد واضح بسهولة جداً الأمر بسهولة على فكرة يعني أنت لو بتتكلم بسهولة الأمر سهل جداً قالك إن أنا استلمت من ده حسب المعلومة وما كانش فيه تصوية قالك إن أنا استلمت من اللجنة الخماسية اللي هي كان براستر في زامر الجنيني عقد مش واضح طيب وكي وعدت سنة كاملة ما تتفعش طيب ما العقد مش واضح طمحات توضحه طمحات تشوفه وتتفاوض مع الناس وتتكلم بدل ما انت عادت سنة كامل مش عايزة تدفع فلوس حجتك إن طيب قدنا وصلنا للمرحلة إيه أنا مش باعفة أي حد بس إحنا وصلنا للمرحلة إيه من انت عادت سنة عادت سنة ما تدفعش مع فارق الدولار مع الكلام فارق طبعاً انت دولار ما تيجي تتفاوض لما كان في عدوز عمر الجاني كان دولار بكام دولار بكام دولار بكام اتعامل مع الجينية ازاي ازاي طبعاً نا و بعدين يا صاح هكذا احنا بنتعامل في فار أصلاً هو فيه مشاكل يعني الفار اللي عندنا بكل الكلام ده هو فيه مشاكل أصلاً التسلل بنشوف فيه كوارث في موضوع الخطوط ضربات الجزاء بنشوف الزوايا فيها كوارث النهاردة الناس بتتكلم في يعني تقنيات يعني هنوصل لحنا إمتى يعني لو احنا لحد دلوقتي مش قادرين أصلاً هتعرف صح يعني تأكيداً لكلامكم تعرف إن مطش الأهل مثلاً مثلاً مع الترجي أو الرجاء أو الوداد مثلاً يوم 22 إبريل السنة اللي فاتت تم استخدام التقنية اللي موجودة في مصر لأول مرة الاتحاد الأفريقية يتعاقد مع شركات ملاهاش علاقة تماماً بالتقنية اللي موجودة في مصر والمغرب يعني التقنية اللي هتيجي في مباراة الأهل يوم 22 إبريل دي مش موجودة في مصر وهتشوف لقطات وهتشوف كمان ربط التقنية دي ملاقش علاقة بالإزعال الخارجية ملاقش علاقة بمخرج المباراة بس مع كامل الاحترام بعد إذنك أنا عارف حتى لو التحديث الأول في تقنية الفيديو لو الراجل اللي قاعد على الفيديو عنده نزاهة وعنده ضمير اللي هو مرها تبورده كويس جدا لأنه هو مجرد عامل مساعد السنتين اللي عدى كابتن واسم محمد اللي كنا بنشوف في الدور ما كانش في حاجة اسمها تقول لي إن في حد يعني أنا عمرو بنسل هذا بتعبير ستاو كوارث لهذا بتعبير ستاو ده مش محتاجة مش محتاج تقنية فيديو أنا في الليستات في الدرجة الثالثة مش محتاجة مش محتاجة في حاجات انت بتكلميش على فكرة إنك تجيب تقنية أعلى ده شيء مش وحش خالص إنك تجيب يعني أعلى حاجة وصل لها مثلا كابتطبق في منديول عشين اتنين وعشرين ده شيء كويس جدا وده حاج كويس جدا بس حتى الحالي اللي هو رقم واحد اللي هو الفرجن تحديث الأقل ده ده كويس جدا طيب خلونا نتكلم بقى عن الصورة الأحلى نسيب السلبيات شواء ونتكلم عن الصورة الأحلى جمهور النادي الأهلي في مباراة الهلال وعلى ما أعتقد إن دي البداية الحقيقية لعودة الرياضة المصرية علشان نشوف ملعبنا مرة أخرى وهتكون الأدوار القادمة إن شاء الله في دور التمانية في دورة أبطالة أفريقيا الزرحة أنا فضل بيك وبعد كان الخالي الأول ده بص النادي الأهلي عمره مراحة على جماهيره خسر وعمر من أنت تيجي تتكلم يقولك حد مثلا معين أصل جماهير الأهلي لو جيت قلت لها تديها نصائح ما فيش الكلام ده جماهير الأهلي ما داش نصائح جماهير الأهلي مش محتاجة وأي حد يحاول يتكلم وقولك أصل جماهير الأهلي أصل جماهير الأهلي ما فيش الكلام ده جماهير الأهلي مش محتاجة إن حد أنا كنت موجود مثلا مش هقولك دخلت الملعب كنت موجود مثلا في المحيط اللي حولي الملعب الجماهير وهي خارجة من المطش السلوك غير عالي وكل ناس قالت أن الجماهير الأهلي تجاوزت أنت رسول محمد كنت موجود في الملعب ما حصلش تجاوز والناس اللي بتحاول تلفأ حاجة لجماهير الأهلي الكلام ده مش موجود وحتى بعد المطش الناس خرجت ووصلت بيوتها بمنتهى السلسة وكانت تشجيع مثالي لأقصى درجة جدا فجزئية النادي الأهلي حد يوقع جماهيره ده مش محتاجة الجماهير كانت على أعلى مستوى وعلى فكر لو فيه استايد بيشيل 200 ألف كان حضر 200 ألف كان حضر 200 ألف مظهور طيب الجمهوري يا عيمان ده أنا كنت في أنا فطرت يعني فكرة الواحد أنه يفطر في السألة أنا بحاول أفتكر آخر مرة فطرت فيها في الاستايد حضرت المباراة بالملعب آه في الملعب أنا فطرت يعني يقول آخر مرة فصرت فيها مواطش أهلي وإسماعيلي اللي هو بتعبني وكان جاب فيه جون اتنين واحد في كلها حربية أو قبله مواطش أهلي وزمالك للأسف كنا خسرناه بتاع جمال حمزة واحد صفر لو كان قبل قبل استايد قرامة يتقفل أيام كاس الأمم فأصلا الجمهور واضح أنه هو جعان عشان يحضر ماتش يعني فكرة 50 ألف أو 60 ألف استايد قاهرة دي من فترة طويلة جدا ما حصلتش بالإضافة لأن الماتش جاي في أجواء رمضان في يوم أجازة الظروف النادي الأهلي في المجموعة كمان إنه محتاج إنه يكسب بسخور كل خلت حتى لو تكر زمان الناس لما كان بتفطر في الاستاد أو بتفطر مثلا ويدخل في الطابور بره عدد قليلة بتبقى جوة لكن المرة دي أنا لما دخلت الاستاد وقت الفطار تتكلم من 50 ألف كانوا عاديين بيفطروا جوة التشجيع هو تشجيع كورة حماس الكورة هتفات الكورة منوشات حتى الكورة عشان أنت بتحاول تكسب وتضغط وتخرج المنافسة عن شعوره بالشكل بتاع الكورة فيش أي فيه كلام والأمانة شوانس عمري فاروق النهاردة كان لي تصرحات جميلة جدا إزاعية بيتكلم في الموضوع ده بكل سلسل وأن النادي الأهلي دايما ما عندوش يعني الكلام اللي بيتقال ده ده مش النادي الأهلي انت ارجع للبيان الأولاني اللي عملوا بعثة الهلال منذ كدوم استقبل المطار القاهرة والاستقبل الرائع في المطار القاهرة والكابتن سامير عدلي والإجراءات وأشاده إشادة كبيرة لكن من الواضح إن الخسارة ثلاثة كانت يعني كبيرة وما أسرع عليهم بالرغم من كنت الموضوع ممكن تخرج برقم أكبر من كده طبعا وكان يظل يعني علامة فارقة في مرات الأهلي والأهلي السوداني بالزبط لكن يعني هنبعد يعني خلاص الماتش خلص وإحنا طبعا كنادي أهلي حققنا هدفنا وزي ما السودعب حكيم كاب يقول وإحنا الناس خرجت من الملعب على فكرة جمهور الأهلي السوداني ده كله ما نقدرش حتى بعض منه كلهم عايشين هنا في مصر يعني الناس دي عايش هنا معنا في مصر السنين في جالية كبيرة جدا للسودانيين موجودين هنا وبيحضروا والناس مروحهم يعني هم راحوا الأستاذ في المواصلات العامة زي يوم زي جمهور الأهلي وهم مروحين رواحهم وما فيش أي يعني بعد الماضي ناس بتهزر مع بعض يعني حتى في الشارع ناس بالليل كله بيهضر مع بعض والأمور سهلة فدي بداية كويسة نتمنى أنها تستمر في كل المباريات الكبيرة والمهمة نشرح عامد عرب كله بنقعد معهم مع هذا على الفكرة أنا بس مندهش والله العظم شارع عامد عرب يا كبتون السامي يا زل العلاقة ما بين المصر مش أقول لأهل المصر والسودان علاقة وفوضة والله يا كبتون عمر ما بتقعد أنا بتكلم على مكان أنا بروح أقعد فيه تمام أغلبه هتلاقي أغلب الناس دوع السودانيين عمرك ما تلاقي جزئية عمرك ما تلاقي جزئية حد بيقول لك أنت سودان ولا مصري أنا مندهش بس من النبرة اللي احنا وصلنا لها إيه جماعة في إيه وأنا والله العظم ببص في مصر كابتن شطة عندين ده كابتن شطة مصري أصلا يعني ما بتكلم جد والله كابتن شطة يعني الرجل اللي بره إطار الكرة وللأسف الإدارة فكرة إن أنا نفسي ماتش الأهلي والزمالك اللي جاي اللي هو هيبقى في الدوري يبقى يرجع تاني إن شاء الله النص والنص ده عشان والله الماتشات هي دي متعتها نهارده جمهور الأهلي عافك إمبارح مثلا تلات تلاف مشجع ماتش الغزل المحلة إمبارح كان فيه ناس بتحجز مقفول فهي الناس جعانا أن هي تحضر ماتشات في الدوري علشان كده يا أستاذ حكيم كان بقى مهم جدا من إدارة النادي الأهلي بقين شكر للدولة المصرية مؤسستها وزارة الداخلية كل الوزارات المعنية اللي قامت على اليوم الحلو ده كل بصراحة يمكن أنا مش عايز أقول مثلا لأول مرة لكن لا هو كان فيه تجارب بس مش تجارب ما وصلتش للمستوى ده يعني بصراحة المرة دي النادي الأهلي تحرك صحي جدا عشان بس نبدأ الموضوع من أول وبرضه احنا ما ناخدش الموضوع لأهلي تحرك صحي جدا شك اللجنة كان بإشراف كابتن محمود الخطيب وكان بيتابع كل كبيرة وصغيرة تواصل مع كل جهات الدولة تمام كان فيي لجنة دارة المباراة حتى بعد الكابتن الخطيب ما تعرض لوحكا صحيzlich ربنا يشفي إن شاء الله ويرجع سالما للنادي الأهلي بإذن الله حتى بعد ما تعرض لوحكا صحيح كان بتابع مع اللجنة وكان بتابع مع الجهات المعنية الدولة بدورها او جهزة الدولة تواصل مع النادي الأهلي وقدت تجاوب برغم الوفع على خمسين ألف كنا نتمنى العدد يبقى أكتر بس كان فيه تجاوب وكان فيه حاجة كويسة جداً جداً المرة دي أنه أنت يبقى فيه على الأقل تمانين في المئة من قوة الأستاذ مليانة وكان بالفعل وجمهيرنا دي الأقل كمان ردت سبك حتى مبادئة جمهيرنا ردت بشكل كويس جداً أنه أنت كنت ملتزم أنه أنت سهلت الأمور بشكل جامع جداً خليت حتى الدخول والخروج ما تلاقيش مثلاً شاكوا حتى لما حصل بعض الناس اللي هم يعني مش عاجبهم الاستقرار اللي في مصر طلعوا وعملوا لك ركبوا لك هتفات قديمة على صور في المدرجات وزارة الداخلية دي فساء اللي طلعت نافت وقالت الكلام ده قديم ودي حاجة صورة يعني تكامل كويس جداً وعشان كده نتبقى لتاني يوم ووجه الشكر يا جهزة الدولة لوزارة الداخلية وقال لهم أنه إحنا كده هتتعاون نتمنى أنه الأمور تسير بالشكل يعني نفس الشكل ده ونكون مطش برمتز برضو يكون نفس العدد ويكون مطشات اللي جاية خصوصاً لها اللي جاية عنده يعني دور التمانية هتلاعب فريق من فرق التلاتة ترجي أو رجاول ده الناس دي بتمتازن الملعب بتاحها بيكون مليانة فنتمنى نتمنى المطش كمان هيكون في العيد حكيم مهم جداً مطش تاني نتكلم فلكياً هو تاني يوم العيد تقريباً للمباراة لو يوم 22 هتبقى تاني يوم العيد فبرضو هيبقى يوم تاني الناس هتبقى مستنية لو ساعة كاملة لأن الأمانة ما السنة اللي فاتت في الساد السلام اللي هو أصغر من الساد القاهرة نقدر نوني المباراة كانت في ربع النهائي بساعة كاملة وكان فيه جمهور كبير لكن الساد القاهرة نفسه هو ليه روح وليه الشكل بتاعه وليه الستايل بتاعه اللي هو دايماً نحن نكافع هو ده استاد الرعب استاد الناس اللي بتيت لعب النادي الأهلي فيه أو منتخب مصر أو أي حاجة لما بيقى مقفول الأمور مختلفة تماماً والجمهور الأهلي فعلاً جعان للمتشاط دي الناس جعان نفسها ترجع تاني تروح للمتشاط زي ما كانت متعودة الأجواء خلاص داخلين في صيف الجو هيبقى أحسن المباراة بالليل هتبقى أفضل كمان موضوع أسعار التذاكر ده كان مهم جداً لأن فكرة إن التذاكر لما تبقى في متناول الجميع 50 جنيه للدرجة التالتة ده سعر مثالي جداً أنت بتتكلم في مبلغ يعني في الوضع الحالي مناسب جداً 60 درجة تانية درجة الأولى يعني الأسعار لكل الدرجات مناسبة جداً فالنهاردة كل ده أنت بتخلي الصناعة بتاعتك والكرة بتاعتك في وضع تاني بتخلي إن الناس حتى وهي بتتفرج عليك تشوف إن نهاردة بنتكلم مارسل كولر في فيديو لي كده محمد وهو واقف بيتابع بيشوف الجمهور قبل المباراة هو شاف الإمارات مثلاً الحضور الجماهيري لكن شاف في كاسلة عام الأندية مثلاً حضور الجماهيري لكن هو في مصر تقريباً دي أول مرة يشوف جمهور النادي الأهلي مالي لستاد كامل يعني أي حد هيتفرج عليك هيقول طب الناس دي فين؟ نتمنى أن دي تبقى خطوة إيجابية لو اشتغلنا بنفس الإسلوب في كل المباراة اللي جاية هنوصل نحن عادي جداً نرجع زي زمان وزي الحياة مواتش الأهلي والزمالك نص ونص وبالروح والأمور زي الفرق خاصةً كمان محتاجين جمهورنا إن شاء الله في دور التمانية نقرأ أورع الدورة لأبطال أفريقيا تتنبأوا مين بقى؟ السيد حكيم اللي جالكم ومنتوا على فكرة في الإنترو أنا متوقع الرجاء برضو؟ أنا أتمنى الترجي لكن أنا متوقع الرجاء أنا متوقع الترجي متوقع وتتمنى؟ الترجي اللي جابة توليس للأمانة بص برضو بالمناسبة يمكن دي صورة طبعاً يمكن الكابتن محمود الخطيب عام 2020 وهو في السودان قرم علي جاجرين نجم الكرة السودانية ونادي الهلال وخلال ده خلال زيارته الرسمية للسفير المصري في السودان حسام عيسى يمكن كابتن منتخب السودان الأسبق كان موجود وكابتن محمود الخطيب كان حريص على تكريم وجماعة طبعاً كلام ده في 1 فبراير 2020 إذن القصة أنا فكر على فكرة معلش شاطع كلام في الزيارة دي في ناس راح تستقبل الكابتن علي جاجرين هستقبل الكابتن الخطيب في المطار أول من البصة وصلت استقبلهم في المطار في السودان ومن بعثتنا لها وصلنا لفكر المطار ده كويس هي المشكلة المشكلة لا في الأهلي ولا في علي جاجرين هي المشكلة في مجموعة معينة بتدير نادي الهلال دلوقتي لأسباب هي مرحلة وانتهت يعني خلوهم بقى يوموا يتكلموا في أي تفاصيل نحن نبص نحن عندنا أورا عندنا أورا خلونا أحلف مشوارنا ونركز في أمورنا سكت مهمة بس الورج لأن أنت ما عملتش أي حاجة يعني أنت لو تبص على الحصل السنة اللي قبل عدت السنة اللي عدت معك في أي في سودان مثلا قلت تتكلم على قصص ثانية المطش بحقق ربنا لو في منوشات حصل بعض المطش فقط اللي بس اشتك عليها على فكرة شوف أنا أقول لك هل حد أبعد مدى من حقك أنك تشتك منوشات حصل في اللعيبة لكن ما تطلعش تقول حاجات ما كانتش موجودة أصلا عرض الواقع عنصرية لا يوجد الكلام للمرة الخمسين لأفرقة اللي عايشين في مصر يساوي أعداد دول ما فيش حد طلع في مرة اشتكى يعني لأفرقة مش هقولك السودانيين لأفرقة اللي عايشين في مصر مش هتلاقي واحد طلع اشتك عشان معانا القرع دلوقتي على الهواء تتنبأت الترجي أنا قلت أتمنى الترجي بس هي الرجاء أنا قلت أتوقع الترجي ما نجرب طب نجرب بقى على الهواء وكل واحد تتسحب ونشوف فين الكرة السخنة الكرة السخنة وكرة البرد طيب انت مصنم؟ لا لا استنى لما يسحب الأول التلاتة مجدد هطلع فريغ ري الفريق دي ده الترجي الترجي يعني أيمن جلبيرتو اسفت بيدك اسفت بيدك اسفت بيدك سحب الترجي سازي آمن جلبيرتو حط الورقة تاني شوف الساز عبد الحكيم قلب الورقة كده شوية ساز عبد الحكيم بص أيمن أيمن تخصص قرع من زمان فعارف خلي بالك كلهم راجع إيه الرجال الرجال هي كل واحد بيتوقع ما يتمناه بس عايزين نقول حاجة برضو عشان يعني أكيد الناس هتتناول طبعا كلامنا إحنا بنتوقع وبنقول مثلا أنا وجهة نظر للترجي النسخة دي مش في أفضل حالاته يعني مش أفضل من نسخ السابق لكن يبقى للترجي التونسي واحد من الأندية الكبيرة في أفريقيا لما بتلعب مباريات هناك برضو الأمور ما بتبقاش سهلة لأن برضو خلي بالك النغمة البتاعت برضو يعني هم عندهم برضو هم أسادزة في فكرة أن ينايمك شوية مغناطيسي طبعا قيمة النادي الأهلي في أفريقيا حاجة كبيرة جدا لكن هم لما يعني في الوقت اللي زي ده ومحمد من الناس اللي بتتابع بقى الردود شفتوا تصرحاتهم الأخيرة أنه نبعد نسافر تنزانيا في تصريح للكابت نابيل معلول طبعا لسه من الحال نتأكد منه قالك إيه لا أنا عندي ألاعب الأهلي أو شابت القبائل عشان المسافات قريبة ولا ألاعب سنبا طلعي الإعلام التونسي في النزاعات قالك يا عم إيه طعا 8000 كيلو وابعد طعا بس سياتة هننتظر كله بكرة إن شاء الله بس لا في توضح صغير إحنا مش معناها لما إحنا بيننا تمنى الترجي معناها أن الترجي مثلا لا خالص بس أنا عن نفسك عم حكيم بحب لقاءات الأهلي والترجي هنشوف بكرة كله إن شاء الله كان فيه سؤال النهاردة طرحنا على صفحة قناة الأهلي السوشيال ميديا قبل إجراء القرعة غدا من تتوقع أن يواجه الأهلي في دور التمانية لدوري أبطال أفريقيا وفيه كتير جدا من جماهير الناد الأهلي شاركونة إسلام بقول إن شاء الله الوداد محمد طيب نشوف على الشاشة أحمد بقول الأهلي لا يخشى أحد أتوقع الترجي التونسي حسام بقول الوداد بإذن الله وهنفوز عليهم زهاب وإياب إن شاء الله محساب كل سنة ونطيب حسن مجدي بقول الوداد الرياضي المغربي وقيل عبدالله بيقول الترجي أبو عبد المنعم بيقول الرجاء محمد الترجي الوداد أو الترجي ماشي يعني فرقة من المغرب وفرقة من الترجي العصان من الرجاء أحمد ملك الأهلي لا يخشى أحد هنشوف مين سيء الحظ اللي هي أعمال أهلي هنا كانت الإجابة مختلفة لا نحن الفرق الثانية هي اللي تخشى الأهل هي اللي مستنية إنها ما تقعش مع النادي الأهل إبراهيم بيقول الوداد الثلاث فرق دول إحنا لعبنا فرقتين منهم في الربع نايا قبل كده الترجي في 2017 والرجاء في السنة اللي فاتت 2022 وكان نفس الوضع كان نحن بنلعب الزهاب في القاهرة أو في مصر والقياب بره في المرتين اتأهلنا وتأهلنا وصلنا للنهائي لو إيه وانت عمل نتيجة في القاهرة كمان مش إجابية قوي بالضبط يعني الترجي كنا تعادلنا 2-2 وكسبنا هناك 2-1 مع الكابتن حسام البدري وقتها والرجاء مع بيتسو موسماني كسبنا هناك 2-1 في مطش ضيعنا فيه بنالتي وضيعنا فيه فرص وهناك تعادلنا واحد واحد وتأهلنا وفي المرتين تأهلنا للنهائي ما قابلناش الوداد قبل كده في الربع النهائي وخلينا بس نقف عند الفعل الحصن يظل بعد القرعة حالة اللعيبة يوم المباراة تشكيلة المدير الفني وتوفيقه وتوفيق اللعيم هو ده اللي يظل إن شاء الله نتوبة نقطة فارقة يوم المباراة خاصة أيا كانت الفرة لايعبها النادي الأهلي منذ قليل الكابتن محمود الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط لمناقشة التقارير قطاع الناشئين والأكاديميات ده خبر حالا لسه نازل الوقت على صفحة رسمية للنادي الأهلي عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مشاورات اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة والكابتن شطة مدير عام الأكاديميات جاءت الجلسة في إطار تقييم الموسم المنصرم في قطاع الناشئين والأكاديميات والتحضير للموسم الجديد وطلب الكابتن محمود الخطيب تقارير كاملة حول طبيعة العمل والاحتياجات والأداء والنتائج والعناصر المتميزة المتواجدة بين فرق الكطاع وكذلك بالنسبة للأكاديمية ونشاط الأفرع في المحافظات وتقديم خدمات لأبناء المحافظات والكشف عن المواهب وإتاحة الفرصة الأكبر قاعدة من الناشئين ده الخبر حالا على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي واجتماع مهم مع الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط وبحضور الكابتن شطة وكابتن زكريا ناصف الكابتن محسن صالح وفي حضور أيضا الكابتن حسام غالي كأستاذ عبد الحكيم بكرة مباراة مهمة جدا أمام غزل المحلة الأهلي عينوا السنادي على الدوري في مقولة بتتقال أن الخلاص الدوري سهل والدوري محسوم صحة الكلام وشايف لسه المباراة المتبقية الزي دي أخطر نبرة دي وجهة نظر أخطر نبرة على أفرينا دي الأهلي محليا مفيش حاجة اسمها عشان مثلا الزمالك نتائجه متراجعة وبيلعب على المركز الخامس أو السادس وحتى لو فيتشر برامتز مثلا لأ بس لسه أنت كل مطش لازم تلعبه على أنك محتاج التلاتة بومتبين بأي شكل من الأشكال وكمان فرقة غزل المحلة دي فرقة يعني الناس مثلا في الغزل المحلة بتتنين وعشرين مباراة جابت تلاتة وعشرين جون فرقة غزل المحلة فرقة كويسة جدا ونتيجها في الدورة كويسة جدا وأخطر حاجة على النادل أهلي دلوقتي أن حد يوصلك رسالة أو يحاول يصدر لك جزئة أن الدورة انتهت كلينكيا زي ما بعض الناس المحلين قالت مباراة أو أول مباراة ده ما ينفعش أن انت تتقبله بأي شكل من الأشكال لازم كل مباراة تدخلها تكون عينك على المكسل ممكن تكون أنت عندك ظروف معينة أنت عندك مطش زي مطش بيرمتز فينا الكاس يوم لتنين تفكر فيه فين أنت عندك مثلا لعيب أو اتنين مجهدين زي مثلا برسا أو هالمعلول ده التفكير ماسي بس ما تشتغلش على جوزية أن حد يصدر لك أن انت لا حتى لو خسرت نقطة أو تعديلت مطش ده سهل لا لازم كل مطش تكسب كل مطش بيقربك للهدف بتاعك تخلصه عشان لما بعد كده تخلص الدوري تتفرغ بقى تكون دخلت في إن شاء الله بإذن أن تكون دخلت في المراحل الأخيرة في دورة أبطال أفراخك تكون أنت زي أناك صافي البطولة يعني أتمنى أن شهر أبريل لو عندنا أربع أو خمس مواجهات دور في البتاع دي ناخدهم تلاتة دوري بغزل المحلة ومواطش نهائي الكاس لو التلات مبارات دول أخذنا تسعب هنروح لمرحلة كثيرة جدا أننا نقربنا من الدور نتمنى أننا نتعامل بهذا الشكل أننا هنحسن في شهر أبريل التلات مبارات اللي هنلعبهم دولة سوز أيمان أبرز الأرقام قبل مواجهة الأهلي غدل أمام غزل المحلة يعني زي لو هنكمل على الكلام اللي قاله عبد الحكيم فكرة أن غزل المحلة هننتكلم أنه هو في المركز السابع حاليا فريق مميز جدا فيه رقم مهم جدا ممكن نقوله أن فكرة أن هما الأكتر التوقيتات الأكتر اللي بيجيبوا فيها أهداف الجزء الأخير من المباراة الربع الأخير من المباراة ده معناه أن هما كفرقة بيكملوا للآخر ما بيرموشوا الفوطة بدر طالما الماتش فيه هما مستمرين الفترة اللي هي ممكن نقوله هما بيسجلوش فيها ودي حاجة غريبة جدا وهي فترتين في المباراة آخر ربع ساعة في الشوت الأول وأول ربع ساعة في الشوت الثاني يعني هما جايبين 23 جون ما جابوش ولا جون في 22 ماتش في آخر ربع ساعة في الشوت الأول وأول ربع ساعة مشهود تاني. يعني متكلم مثلا من الديئة تلاتين لغاية ديئة خمسة وسبعين. آآ آآ خمسة وسبعين. حاكب. الفترة دي الربعين. ده ما بيجوش فيه هدف حتى الآن. فده برضو موش. إنه ممكن يكون في الفترة دي هو ده الوقت اللي بيتراجع فيه أو بيأمن نفسه أو أي أن كان. عندهم طبعا أحمد الشيخ اللاعب ده يعني بنتكلم في هدف الدوري حاليا. يعني لاعب مميز جدا. برض أفضل فتراته. بالضبط بيعيش أفضل فتراته. يعني مسجل عشر أهداف في الدوري بنتكلم الأكسبكتد جولز بتاعته أو الأكس جي. الأهداف المتوقعة التسعة. يعني وهو جايب عشر. فده معناه أنه هو من الفرص اللي بيتجيله لو فرص تهديفية محققة بيعرف يستغلها بشكل أمسل. حتى لو فرص يعني قليلة. النهاردة بيصنع الفرص لزميله صنع عشرين فرصة لزميله. التمرات المفتاحية بتاعته برضو مميزة. نتكلم في 19 كورة. محاولاته على المرمى 55% الدقة بتاعتها. سجل ثلاث أهداف من ثلاث رقلات جزاء. الثلاثة حطوهم في نفس المكان اللي هو تقريبا على يمين الحارس. الزاوية العكسية بتاعته هو. بيحطها بإتقان شديد جدا. فهو لعب مميز. الفرقة كويسة. بيلا عندهم كذا لعيب مميز. فالنهاردة في ميزة أنت هتلعبه في سادة القاهرة. هو برضو غزل المحلة من الفرق اللي تحب تلعب في ملعبها أكتر. بيبقوا مرتاحين أكتر في ملعبهم. ملعب القاهرة ممكن بالنسبة له ما يبقاش أفضل حاجة. لكن بتصطدم انت بس كنادي أهلي بحاجة واحدة فكرة ان انت فعلا لعيبة بتاعتك مجادة. انت عندك لعيبة جاية من توقف دولي. لعب زي علي معلول ده لعب الماتشين بتوع تونس في التصفيات ورجع. الروتيشن مهمة بكرة. مهمة بس برضو رتيشن دايما بحساب. ما بتقدرش تعمل رتيشن في فرقة كلها. ولكن النادي الأهلي بسم الله ما شاء الله عنده ميزة ان الدكة بتاعتنا قوي. انا احنا قهدين من في ماتش الهلال. ونتفرج على البودلاء بتوع النادي الأهلي. وهم بيسخنوا. انت بتتكلم في لعيبة أساسية. لعيبة دولية. حار فيين خمسة دول. بالضبط. حار في فتحي. أليو ديانج. حسين الشحات. القندوسي. لعيبة مهمة جدا. فالنهارده لما بتعمل حتى الروتيشن. مستويات اللعيبة دي. من المفترض ما يبقاش في فروقات كبيرة. فدي تفيدك. حكيم قال جملة مهمة. ان لأ. وردا على كلامك. ابتلين أسامة. فيش حاجة اسمها الدوري يتحسم. لسه. احنا عندنا منشاط مؤجلة. عايزين نتعلم من سيناريو السنانة اللي فاتت. و سيناريو السنانة هينفعوني قدام. جدًا. غازل المحلة. عندك فاركو. و اعتقد سموحة ده قبل ماتش أفريقيا. فالنهارده دول ثلاث ماتشات بتسعة نوقات مهمين جدًا. عندك نهائي كاس. يعني. انت عندك أربع ماتشات مصريين في شهر. و اذهبوا إياه بربع نهائي. بصد شهر إبريل ده. انت ممكن. يعني ان شاء الله ربنا يكتب لك فيه التوفيق. خدت ان شاء الله بطولة بإذن الله. تأهلت سيمي فاينل أفريقيا. رايح السوبر المصري بمعنويات مختلفة. فهي دي الفكرة. فانا تمنى. هي واحدة واحدة. ما فيش أي ضغوطات عليها نلعب مرتاحين. زي مباراة المقاولين العرب كده. دخلت حطتها ده فين؟ ارتحت ورايحت دماغك وشلت من دماغك كل حاجة. هو تصدر ضغط اللي قداما كنت تلعب مرتاح. هتخش بفكرة ان لقدر الله يبقى فيه لقدر لفرصة كده فرصة كده. بتاع قدت المش هتتطر تقعد تجري انت وراككورة وتتعب وتنهج والكلام ده كله. تمام. كلمة أخيرة صاحب حكيم. كلمة أخيرة أتمنى من لعبة النادي الأهلي. اني أنا طبعا يعني مش مش هتكلم على جزئية اني للمطش خلاص احنا عدينا مطش. بس انت بجاتلك فرص كتيرة جدا في مطش الهلال في الشوت الأول. كان لازم ان انت يبقى نسب ان انت تضيع قليلة جدا نقل من الرقم ده بكتير. يعني لازم عندك لما يجيلك 4 أو 5 فرص قبل جن الكهرباء وكلهم فرص يعني 6 أو 7 منهم أقرب من هتيجون. فون ترجت. اه. لازم تبقى مركز جدا لفترة اللي جاية ممكن في مطشات مش هتجيلك الفرص دي تاني. يعني مثلا لو انت بتاعب الترجي أو الرجاء مش هتجيلك الفرص دي تاني. أو الوداية التحدي مش هتجيلك. يعني هتجيلك الفرصة ممكن ما تجيلكش وحدة تاني زيها. لازم يكون عندك تركيز قدام بيرمت زي بقى نفس الموضوع أي مطش يليك الفترة اللي جاية سواء دور محلي أو كاس مصر أو دور أبطل أفريخة الفرص مش هتجيلك بسهولة. بطيب. فلازم يبقى عندك تركيز شدي جدا جوة الملعب ان انت تخلص. 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 والنقطة التانية بقى نتمنح نقفل موضوع أحمد عبدالقادر خلاص ما فيش أي حاجة الراجل اعتذر لمدربه والنادل أخذ قراره والقصة نتهت. خلاص تقفل. تمام. المطشات اللي جاية مهمة جدا محتاج لكل عنصر عندك في الفريق نقفل عشان نروح المطشات اللي جاية في أبريد عندك محطات مهمة جدا تاخد الكاس رب نكرم ان شاء الله تروح تلعب سوبر يوم أربعة خمسة فابوزابي بإذن الله بابطلقين بإذن الله شواء الله بإذن الله يعني الفترة اللي جاية يعني دور الجمهور هيبقى موازي مع اللعيبة دفت نظر انت بتقول يا أيمان على الجمهور مباراة غز المحلة الأولى اللي كسبنا فيها 2.0 عدد جمهور النادي الأهلي كان كبير برضو في مباراة المحلة نعيد بنسبة لها هناك انت النهاردة ونتكلم فيه تلات تلاف بيخلصوا في النهاردة ممكن نباح بحشوية خمسة نباح بحشوية عشرة نتكلم في صناعة نتكلم النهاردة النادي الأهلي ماديا نستفاد من مباراة الهلال الأهلي استفاد شركة تسقرتي كل الناس استفاد مصدر داخل مهم للانديا الجمهورية بالزبط للأستاذ الحاجة الخدمات بالزبط يعني فيه حاجات بالزبط فدي ان شاء الله جمهور الأهلي الفترة اللي جاية فيه أربع مطشات دوري نهائي الكاس مطشة أفريقيا مهم جدا تواجده بشكل قوي اللعيبة زي ما الصعب حكيم كده قال أهم حاجة الفرصة ثم الفرصة ثم الفرصة أنا قلتها مع كابتن إسلام قبل كده لازم يبقى عندنا فكرة ان انت الفرصة اللي بتجيلك هي تخلصها ليه؟ لأن انت لعيب النادي الأهلي لما هتخلص الفرص دي انت هترايح نفسك هتلعب المطش تمسك الكرة تقعد تنقل تخلص المطش ده ده الوقت ده ده وقت النتائج المطشات الاقتصادية إزاي تكسب بقل مجهود عشان خاطر انت عندك تارجت كتيرة تقدر تحققها لأن طول ما انت بتعبي الرصيب بتاعك بطولات وأفتكر كابتن أسامة لو يتذكر كلمة من والجوزي دايما رصيدك اللي في البنك حاجة لكن رصيدك انت كشخص كلعب كرة دايما هو في البطولة طول ما انت بطولاتك كتير ده انت لما هبطت الكرة التاريخ كل سيد حبد الحكيم انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا الله يكرمك بشرف نورتنا وشرفتنا ان شاء الله بقرأ القرأة كون خفيفة بإذن الله ان شاء الله التلاتة صعبين بس زي ما قلنا هم كلهم هم كلهم عايزين يتجنبون كابتن أسامة يعني أنا سعدت دايما بالتواجد معاك وان شاء الله يعني أو نتمنى نكون قدمنا حلقة بالتأكيد مفيدة لكل السادة المشاهدين وانا سعيد ان انا كنت موجود معاك النهاردة محمد ومع زمائلنا يعني استمتعنا بالحالة ولا دايما ليهم عراء مهمة جدا بكده وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وكل التوفيق للعيب النادي الاهلي في مباراة غزل المحلة غدا وايضا مباراة بيرامدس في نهاية كأس مصر شوف حضراتكم على الالف خير شكرا ورمضان كريم